السلام عليكم ورحمة بكم مرة تانية في اميف تكنولوجز معكم المهندس محمد فوزي. استكملنا سلسلسل فيديوهات شرح فورتي جيت فيرجن سيفن. بعد النهاردة هم حضرة جديدة نستكمل فيها الكلام الخاص بسيكوريتي بروفايلز المختلفة. يمكن خذنا في المحضرت سبقين حضرات موضوع الانتي فيروفايل والويب فلتر بروفايل. وكانه بفرط البروفايل من المحضرات المهمة والطويلة شوية ولكن فيها معلومات مهمة كتير جدا. السازن حضراتك دايما ترجع لها. ودايما المحضرات المهمة كده حاول كل شوية ان انت تشغل الفيديو وتسمعه. دايما المعلومة اللي بتبقى حضرة في زينك ده شيء كويس. خصيصا في المواضيع المهمة اللي بتلاقي دايما حضراتك بتحتاجها يعني يوم عن يوم او بفترة دورية على طول. فدايما لازم خلي المعلومة حضرة شغل الفيديو. آآ اسمع اللي فيه. حيتبقى شيء كويس جدا بالنسبة لك لما تلاقي المعلومة على طول موجودة وتبتدي ان انت تعمل الكلام ده بالاسلوب الصحيح خصيصا في المواضيع الهامة زي ما قلت لحضرات. تعالنا نستجمل هذا الكلام النهاردة في ونخش على بروفايل جديد. ألا هو موضوع الفيديو فلترينج بروفايل. ونشوف ازاي نبتدي نطبق الفيديو في الفورتي جيت. وقبل ما نخش في الفيديو في الفورتي جيت تعالى مبدأنا حضرات نقول يعني ايه اصلا فيديو فلترينج. الفيديو فلترينج حضرات ازاي ان حضرتك ازا مسؤول عن الخاص بجهاز الفيروال اللي بتاع حضرتك عشان حضرتك تبيدي يشتغل عليه مثلا ازاي تقدر ان انت تعمل للاكسس لاي فيديو موجود على الانترنت زي بيقى عندك många تبقى بتاعهم تبقى لليها مهمة العمال الخاصة بهم زي تخلي معين يبتدي ان هو مسلا يقسس فيديو موجود مثلا على الانترنت. او فيديو موجود على الانترنت. او ويبساية خاصة بيديو. ازاي تخلي المعين أو يقدروا يقسسوا هذا الویبسايت او اه ما يبقاش ديهم امكانية انه يقسس هذا الكلام. او الفيديو فيديو ويذا او اللي زي ما قلت الحضرات. الكلام ده عشان حضرات بيبقى عندي عنصرين همين لازم يبقى موجودين عندي. اليوزر نفسه لازم يبقى عارف اليوزر ده وبالتالي يبتدي ان هو آآ يحدد اليوزر ويطبع عليه البوليس المعينة وبالتالي لازم ان يبقى اليوزر ده على اليوزر. وسواء بقى عن طريق مسلا آآ على نفسه. او عن طريق آآ زي او التكاكس. ولازم يبقى عندي العنصر التاني اللي هو الفيديو نفسه. والفيديو نفسه عشان اقدر اعرفه آآ في لازم بعد البرامتر الخاصة بالفيديو نفسه او بالتتشانل نفسه عشان يبتدي يعرفه. ويربطه في مع اليوزر اللي هو علي زي ما قلت الحضرات. فيديو اشان ابتدي ان انا اعرفه حضرات او عرفه في فيديو برامتر معينة زي الفيديو اي دي زي زي آآ آآ الخاص بالستريمينج ويوب سايت. كل الحاجات دي انا بستخدمها عشان اقدر اعرف زي ما قلت لحضراتكم الفيديو او الويب سايت نفسه واقدر اربطه في بوليسي معينة مع الاثنتيكيتد يوزر. طيب آآ بما ان احنا بنتكلم في الفيديو في الفورتي جيت والفورتي جيت من الفايرولز طبعا اللي احنا آآ بنشتغل عليها. لازم نبعا فين ان آآ الفيديو اساسا اذا بتلاقيه موجود تقريبا بنسبة ستين سبعين في المية مش عايز اقول اكتر من كده كمان في الاستخدام اليوم بتاعنا. في آآ اي آآ مسلا آآ آآ الموجودة اللي موجودة عند حضرتك. انت عندك هتلاقي دايما مثلا آآ ان هما يشغلوا اليوتيوب. مثلا ان هما لو عايزين يتعلموه حيتعلموه على موجودة على اليوتيوب او موجودة مثلا على الفيميو او غيره. فكل الكلام ده كل ده فيديو كونتنت. كل ده بيمثل النسبة كبيرة من استخدامات الناس. من اهتمامات الناس. من النسبة الترافك اللي موجودة عنده حضرتك. من نسبة بالخاصة باليوزر الموجودين عند حضرتك. وبالتالي كل كلام ده لازم حضرتك لازم تبقى عارف ازاي تكنترول هذا الكلام. لان طالما عندك كمية كتيرة فطبعا كمية كتيرة هيتسبب لك كتيرة. كل كل ده لازم انت بتقدر تعمل كنترول آآ اللي هزا كان عليه عشان برضو ما يزهرش عندك مشاكل نتيجة هذا الكلام. ونتيجة الاستخدامات. كلام ده خصيصا ان الفيديو ازا حضرات من حاجات وبالتالي دايما برضو هتلاقي استخدامات كتيرة هتسبب لك مشاكل. فكل كلام ده عشان تتقي آآ هذا الكلام حضرات. لازم يبقى عندك اكتر منطلية واكتر منقسوه وتقدر استخدامه عشان تبتدي كنترول الاكسس للفيديو كونتنت. ولازم تتضبع الفيديو في بتاع حضرته. طيب عشان ابتدي اعمل للفيديو كونتنت اللي عندي او اعمل الفيديو اللي عندي. ابتدي اعمل هذا الكلام ازاي? قال لك عندي اكتر من طريقة. ويختلف طبعا ممكن انت تعمله عن طريق ممكن تعمله عن طريق آآ جيت. تقدر تعمله عن طريق آآ نظر آآ يعني تبقى لآآ بتاعك تبقى للاجهزة المتاحة عند حضرتك. لكن عمتنا هتلاقي فيه جهاز فيه آآ امكانية آآ معينة فيه جهاز تاني فيه آآ اكتر من امكانية. لكن زي ما احنا هنشوف ان الفورتي جيت آآ شامل فيه امكانيات كثيرة جدا تقدر من انت استخدمها عشان تعمل كنترول اكسس للفيديو كونتنت بتاع حضرت. اول هم عمتا الخاص بالويب كاتيجوري. وهي الخاص بالويب كاتيجوري من الحاجات دي اللي هتلاقيها دايما في كل حيطة. ازاي تقدر ان انت تقفل او تفتح الويب كاتيجوري معين خاص مسلا بالستريمي ويوب سايت. انت عندك اليوتيوب عندك آآ مسلا وعندك دي ني موشن. كل المواقع الخاصة بالفيديو كونتنتين او ده ممكن ان انت تقفل الكاتيجوري دي. فتقفلها او تفتحها على بعض الناس. كل الكلام ده هتقدر ان انت تلاقيه في آآ معظم وممكن تلاقيه كمان بيحقق لها كهذا الكلام. تمام? عندنا برضو موضوع الستريكشن لبعض آآ آآ المواقع. ممكن اقفل مسلا يوتيوب ممكن اقفل الفيميو ممكن اقفل دي ني موشن. ممكن عن طريق اليو اير فلتر مسلا ممكن نعمل هزا الكلام. اليو اير فلتر ده ابقى انا هتلاقيه عايز اقول لك موجود في كل الفايرولز وبعض برضو ممكن نعمل هزا الكلام. مفيش احدا مشكلة فيها هزا الكلام. بيبتدي برضو اقدر ان انا بمعنى انا عندي الفيديوز الموجودة على اليوتيوب موجودة على المواقع المختلفة بيحصل لها عندي اه مسلا كاتيجوري خاص بالانترتيمنت عندي كاتيجوري خاص بالاندي كاتيجوري خاص بالنيوز عندي كاتيجوري خاص بالسبورتس كل الكلام ده ممكن ان انا الكاتيجوري ده ممكن ان انا افتحه لبعض الناس وممكن مسلا الناس تانية آآ تبقى لي آآ المهام المقلق اليها والبيزنيت نيد. ممكن انا مسلا الكاتيجوري ده افتحه. وبالتالي ممكن انا اتيح للناس كلها بدل ما افتحه للناس كلها كل الكاتيجوري اه تحلقها كاتيجوري معينة. والكلام ده هنشوفه واضح جدا في الطبعا برضو ممكن انا اعمل اه اه ان انا اعمل معينة او فيديو معينة. عندي مثلا اه من ضمن الكاتيجوري مثلا خاص بي انا عايز افعل خاص مسلا بسوفوس او خاص بفورتينيت او خاص بيديو كيشن معين لاي حاجة تانية معينة تبقى زي مقرت عددك لليوزر ابتدي احد اخصص دي فقط لغير من ضمن الكاتيجوري او من ضمن كل يبتدي اليوزر يبتدي استخدامه. ممكن كمان اخصص اه اه فيديو معين حضارات الفيديو ده يبقى متاح لبعض اليوزر اه او او لكل الناس اللي موجودة عندي في الورجانيزيشن الناس كلها تشوفو او ممكن انا اخلي ده ممكن هو ما يتشافش وبالتالي ممكن انا اتيح الكل تبقى امشي بقاعدة اتيح لكل واقفل بعض الحاجات او واقفل لكل وافتع بعض الحاجات تبقى لكل يوزر وتبقى لقاعدة اللي انا بمشي بها. كل دي حضارات السليب مختلفة اقدر ان انا استخدمها في الخاص باي فيديو. طيب الفورتيجيت هتلاقي شامل فيه حاجات دي كلها تقليل. يعني كل بساطة ممكن ان انت تعمل ايه? اه 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 او ميديا والداونود في الويب فلترينج وبالتالي تقفل المواقع الخاصة باليوتيوب والايوكيو والفييميو والديليموشن كل دي مواقع ممكن انت تقفلها بكل بساطة عن طريق الويب فلترينج تخش على الويب كاتيجوري وتقفل هذا الكلام. وممكن زي ما قلت حضرتك ان انت اه عن طريق الويب ريتنج تبتدي مسلا تخشف الويب ريتنج تبتدي ان انت اه تحط اكتر من اه يور ايل معين خاص بالمواقع دي وتبتدي تختاره في الورتيجارد كاتيجوري بس فلتر تبتدي تتعمل له تعمل له تعمل له اللي حدك عملته وفي نفس الوقت تعمل بلوك للستريمينج ميديا وبتالي الناس كلها هتستغل اليوتيوب وتقفل اه اه مسلا بقية المواقع الخاصة بالستريمينج فيديو. ده برضو اه نوع تاني احنا قلنا لحضرات قادية وموجود معنا في الفورتيجار. موجود طبعا موضوع تبتدي تتحدد انهي موقع معين في تقدر انت تعمله وبالتالي عندنا في الويب تقدر انت تعمل فيديو فلترينج عن طريق الويب فلترينج بالتالت اساليب اما عن طريق اما عن طريق اما عن طريق اما عن طريق انت تقفل ميديا والدولود في الويب كاتيجوري في الويب فلترينج تمام? طيب. اه ده الامكانية كمان في الويب فلترينج موجود في الفورتيجيت ازاي تقدر ان انت تعمل ليوتيوب اكسس بالتو اللي شفناهم في البروكسي انسبيكشن. اه لما كنا منطبق الويب فلترينج اللي هو وقلنا ان احنا عندنا لليوتيوب اكسس اللي هو وقلنا ده تبقى موجود مسلا في اليوتيوب. اه بكل بساطة بقدر ان انا مسلا احدد بعض الفيديوز المعينة تبقى اللي اوتوميت السيستم موجود في اليوتيوب. اه اه والله اه بيفتح لي مسلا كل الفيديوز وبيسيب لي بعض الفيديوز او بالمودريد بيفتح لي جزء اكبر من الفيديوز اه وبيسيب اه بقية مسلا او بقية الفيديوز كل الكلام ده تبقى لي اطوية السيستم زي ما قلت لحضراتكم موجود في اليوتيوب مش انا اللي بتحكم فيه ولا الفورتيجي. انا كل الموضوع ان انا بحدد بس اني مود بيبتدي ان هو لما بيروح اليوتيوب يشتغل به. وطبعا حضرات ده برضو بيشمل لما بشغل بقى سواء موجود او ممكن انت تتحكم ان مسلا بعض الكومنت مسلا اللي موجود على الفيديو والناس ما تشوفهاش. اليوزر نفسه ما يشوفوش كومنت سلعة فيديو. ممكن الكلام ده برضو اه موجود في يوتيوب اكسس لما بتختار اي مسلا اكسس مودة حاجة بشتغل فيه. ممكن مسلا اه بتاع ال 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 ممكن ان انت كل الكلام ده اه هل ينتقدر ان يحصل دي او كل الكلام ده ببقى موجود في يوتيوب اكسس لما بتكتدي تختاره ولكن الكلام ده اكتر من انت بتختاره فقط لغير وهو بيرجع لليوتيوب وهو اليوتيوب اللي ايه بيزبط الكلام ده. اكتر من كده مفيش. لكن هو الامكانية موجودة وبتقدر نستخدمها مع البروكسي انسبكشن في الويب فيلتر. بيجا عندنا برضو موضوع الفيديو فلترين عن طريق الفيديو كاتيجوريزيشن والكلام ده هنشوفه في الفيديو فلترين بروفايل وتقدر ان انت لو شغال في البروكسي انسبكشن وبتعمل الفيديو فلترين بروفايل تقدر تختار فيديو كاتيجوري معين زي ما احنا اه ممكن ان حنشوف ونختار بعد كده خاص بالنترتينمت او خاص بغيره تقدر ان انت تختار الفيديو كاتيجوري اللي حضرتك عايزه وتبتدي ان انت تعمله او تقدر ان انت زي ما قلت لحضراتكو بمسلا يبقى عندك معينة على اليوتيوب عايز تخلي اليوزرز معينين او اه فيديو معين ما فيش ادنى مشكلة في هذا كلام بتبتدي تختار قبل ما نخش حضراتك في شرح الفيديو في تعالى نبتدي نشوف بعض بعض المعلومات المهمة اللي لازم حضراتك تبقى وير بيها ويبقى عندك بعض الانفورميشن معينة قبل ما نشرح مع حضرتك الفيديو عشان تبقى فاهمها تبقى عارفها يبقى الشرح بالنسبة لك بسيط وساعد اول حاجة فيها هذا الكلام الواد او الويب ابليكيشن ان داتا بيز والويب ابليكيشن داتا بيز هو بكل بساطة يا جماعة البورسيس الخاصة باي اه ريليتد للبروكسي يعني حضرتك تشغال اكسابليست وبروكسي تشغال بروكسي اه بز ان اسبيكشن اي فيتشارز خاصة بالبروكسي اللي بيدرها وبيقوم بيها هو الواد في نيكس جنريشن فورتي جيت فايرولز كل كل كلام ده المسؤول عنه الواد والواد مش بروسيس معينة ده مجموعة من البروكسيس مع بعض بتريد تشتغل كل بروسيس معينة بتبقى مسؤولة عن نوع معين من انواع الترافك وحجم الترافك ده بيختلف عدرات طبقا للفيرموير فيرشن اللي حالك تشتغل به وطبقا للموديل بتاع الجهاز اهل الجهاز ده مثلا من الموديلات العالية فطبعا امكانياته انه هو يهندل جميع الترافك اكبر بالواد بروسيس معينة طبعا اكبر بكتير من الموديلات الاقل من هذا الكلام طبعا كل الواد بروسيس بيبقى او الواد ووركر بيبقى بيصنفه طبقا للسي بيو كور يعني كل بيبقى كل الواد ووركر مثلا مربوط بسي بيو كور معين لكن انت عمتا بيبقى فيه كومند معين عن تري سي لاي بتبقى تقدر ان انت تعمل لعدد الانستنس اللي بتشتغل فيه نفس الواد طيب الواد بروسيس اللي اكتر من طيب بتبقى بتاع الواد بروس نفسها بما تلاقي مثلا فيه حاجة خاصة باسمها الواد مانجر في الواد ووركر في الواد ووركر في الواد بروسيس اختص الواد بروس بتاعها وتبقى طبعا لموديل الجهاز والفيرم والفيرجن تبقى هذا الكلام بيتحدد حجم الترافيك اللي كل بروسيس هي بتبتدي تشتغل بيها من عشر هذا الكلام الواد مانجر والواد مانجر هو اللي بيبقى مسؤول عن الريستارتنج او ريستارتنج للواد ووركر عندنا مسلا الواد ويامبوت ده الخاص بالواد Pubingization عندنا الواد Information ده بقى بيحقص بقى بالcollecting لأي data او status او اي انفرمواليين خاس بالواد ووركر اللي ماشتغل او الواد بروسيس الكلام ده سميه الواد انفورمر عندنا الواد dispatcher وبدالواد dispatcher برضو ده المسؤول عن dispatching لأي رقيستات خاصة بالواد ويركر ودي اكتر وات ممكن ان حضرتك يعني ايه تسمع عنها زي ما احنا بنوان. يبقى احنا بقولنا بكل بساطة الوات تقصر حاجة اسمها الويب ابليكيشن ان داتا بيز خاصة بكل الفيتشرز او كل البروسيس الخاصة باي حاجة تخصي بروكسي. سواء انت بقى خاصة بتشغال اكسي بليست وبروكسي شغال اه شغال مسلا بروكسي بيز ايان كده. وخلي بقى حضرتك برضو الكلام ده مش فقط. لا ده حضرتك هتلاقيه مسلا في الفورتي بروكسي هتلاقيه برضو نفس الكلام الوات ده موجود. وانا حضرتكو ده مش معينة اكتر من ممكن تشتغل وبيختلف حجم التريفك زي ما قلتها حضرتكو طبقا لموديل الجهاز والفيلم والفيرجن. وفيه اكتر من اه واد تايب زي ما احنا قلنا عندانا المانجر عندانا اه او بي تي او الوان او بيت. وعندانا الانفورمر وعندانا اتسباتجر. تمام? طيب. نجي بعد كده ال اي بي اي. وال اي بي اي اللي هو اختصار لحاجة اسمها الابليكيشن برو جراميج انترفيس. والابليكيشن برو ما انترفيسها جماعة بكل اختصار ازاي بيتخلي كل سوفت وير بيتكلم التاني. كل سوفت وير اه مسلا ازاي قدار يبتدي يعمل مع اكتر من سوفت وير. انت عندك مسلا بعض الاحيان بتحتاج الابي اي لو عندك مسلا اه عايز تربطه بحاجة. عندك مسلا اه عايز تربط بسوفت وير. عايز تربط حاجة جوه سوفت وير. كل الكلام ده بيتم عن طريق الابي اي. وبالتالي اه دايما ملقول النه الي بيقعي هو الرولز او البرتوكولز او الحاجات اللي بتخلي القديم بعض. وممكن نقول ان هي اللانجوج اللي بيقدر يفهمها او الرابط اللي بيقدر يفهم اه كل اه مع التاني هو الكلام ده يعني مثلا افور كزامل او انت عندك اا اتوارنا مسلا عامل ام اا عمل او crédه believer. ان انت عمل امليكيشن. ده ممكن انه حاجة اليوزر يخش بقى عن طريق البراوزر عن طريق التلفون ايا كان هذا الكلام. يوتر بيبتدي خش مسلا على البراوزر بيبتدي خش على التلفون بتاعه اه دفايز بتاعه مسلا وبتدي يعمل ويطبعه بتتبعت للسيرفر بتاعك. ممكن مسلا انت يبقى عندك اه السيرفر ده عليه ده تغيز اه اا على ويب سيرفر ايا كان استريميج ويب سيرفر المهمة في النهاية في سيرفر معين بيقدم سيرفل معينة. اليود ждt يخش على하지 ويبتدي أنه هو بيعطي نالكيس بتاعه. مين اللي بياخد من على دي واي ويبتدي يبعته لسيرفر? ومين اللي بياخد stimulating Providered? وبتدي يبتدي كل اللي يربط هذا الكلام وبياخده من يمين يهود لشماله من الشمال اليمين. كل كل كلام ده هو الـ API أو الـ Application Programming Interface. تمام؟ طيب. بمن الـ API هو الوسيلة دايماً لربط اي software بالتاني. وبالتالي اذا انا دايماً بحتاجه عشان اربط اي حاجة جوة software. فمن آآ انواع الـ API هو الفيديو API. والفيديو API يا حضرات ممكن نقول باختصار ازاي ان انت تقدر تعمل integration لفيديو جوة حاجة. انت عندك مسلا انت راجل شغاله فعايز تعمل integrate لفيديو معين يظهر على الويب سايت بتاعك. الفيديو ده ممكن يكون موجود على اليوتيوب. ممكن يكون موجود في اي حتة تانية. ممكن عايز آآ تعرف جوة الويب سايت ازاي يقدر يشوف الفيديو ده. ازاي تقدر تربط الفيديو ده جوة مسلا الويب سايت بتاعك. او غيره او 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 ايا كان المسلا لو انت رابط زي ما قلنا بستريم البلادفورم او غير او ايا كان انت شغل ازاي. المهمة في النهاية ازاي اقدر اعرف آآ الفيديو ازاي اعمل integration الفيديو ده. آآ جوة الويب سايت بتاعك او جوة آآ البلادفورم اللي انا شغال به. الكلام ده بيتم عن طريق الفيديو اي بي اي. ودائما هتلاقي الprogrammers والdevelopers يعني اكتر انها تستخدم موضوع قصة الابي اي دي. وهتلاقي دائما الفيديو اي بي اي من الحاجات المهمة اللي دائما بيستخدمها اي programmer اي developer عشان يعمل integration لاي فيديو او اي آآ related features خاصة بالفيديو. تمام? تمام. طب نيجي بعد كده اللي حاجة اسمها الفيديو اي دي. والفيديو اي دي هو زي ما حضرتك اسمك احمد فده ده نيم بالنسبة لحضرتك الناس بتميزك به. زي ما انت ما برضو في يوم من الايام العربية او السيارة الخاصة بحضرتك لها موديل معين الناس بتميز آآ السيارة به. نفس الكلام الفيديو انا بقدر اعرفه عن طريق الاي دي بتاعه بنسميه الفيديو اي دي. والفيديو اي دي ده بتبقى عبارة موجود عن آآ في الامبيدد كود. بيبقى كود معين كده موجود. ممكن ان انت تشوفه مثلا في الوريل. او انت مثلا بتفتح بيجة معينة. عشان تقدر ان انت تعرف الفيديو نفسه او الفيديو اي دي. لو اتكلمنا مثلا انت بتفتح آآ مثلا آآ فيديو معين موجود على اليوتيوب. فانت بتبص في الوريل بتلاقي بعد كلمة الووتش كود معين كده بتلاقي فيه اكوال كود معين. الكود ده هو الفيديو اي دي حضراته. ده الفيديو اي دي او السترنج ده هو الفيديو اي دي بتاعه. ممكن بتشوفه من الوريل. ولو يعني الموضوع صعب قوي على حضرتك. ممكن انت تلجأ البعض الاكسترن ويبسايت زي ما مثلا انا حطيتك ويبسايت هو. ممكن انت تلجأ له وتاخد اللينك بتاعك تحطه. هيطلع لك الفيديو اي دي. لو انت الموضوع بالنسبة لك يمثل اي نوع من انواع الصعوبة. طيب زي ما احنا عرفنا الفيديو اي دي فبرضو عندنا اي دي. ايه انت عند حضرتك مسلا اه الورجانيزيشن ليها موجودة على اليوتيوب. ليها موجودة مسلا على الفيميو. كل الكلام ده مسلا بتحضرتك بتحط الفيديوهات دي كلها بتجماحة في ازاي اقدر اعرف دي وخلي مسلا بعد كده مسلا اي يفتح اكسس اليوزر ده معين او جروب اف يوزر للشانل دي. كل الكلام ده بيتموا بيقدر يعرفوا عن طريق الفيديو اي دي والشانل اي دي. وبالتالي للشانل دي لازم يكون لها اي دي. تقدر تعمل للشانل دي نفسها. والشانل دي ده موجود بعد. هو انت شغال يوتيوب شغال شغال مسلا على الفيميو ايا كان. انت شغال فين? مهم اللي كلها بجمع فيها شوية الفيديوهات. يبقى لها اي دي. الاي دي معين ده لازم حاجة بتبقى عارفه. وهو ده الاسلوب اللي بنعرف به للشانل دي معينة عشان نبتدي ان احنا نربطها في الفورتيكت. طيب اه للشانل دي ده انا بعرفه ازاي? انا بكل بساطة برضو خش ونبتدي نشوف هذا الكلام. ممكن برضو نخش هنا في الفيديو بيديو زي ما احنا شايفين كده تعال نبص كده سريعا. والبص هنا في اه ادي مسلا صفحة قناة الجزيرة مسلا تشانل قاس بقناة الجزيرة على آآ اليوتيوب. بخش عليها فيديو وبتدي تخش هتلاقي بكل بساطة بتبتدي تلاقي الشانل اي دي بتاع حضرتك وتبتدي تستخدمه. والشانل دي حضرات بيبقى ليه اكتر من فورم برضو عشان شوفوا آآ الكلام ده سواء على اليوتيوب او غيره. ممكن بيبقى كود وهو ده الصح طبعا هو ده اللي احنا دايما بنستخدمه. بس ممكن لو انت مسلا عايد عاملت شانل باسمك فهتلاقي اللي شان دي ممكن تعطيه باسمك. زي مسلا حنشوف بعد كده تشانل خاصة ببعض المقنيين بعض آآ مسلا آآ المعروفين بعض الاعلاميين. ممكن نعمل قناة والقناة دي بدلا بتاخد كوة للسهولة باسمه هو. ماشي. قناة اسمها قات عمر اديب. قناة اسمها قات احمد علي. احمد سعد. ايا كان الكلام ده. فانت برضو ممكن ان انت تستخدم هذا الكلام. مفيش انها قناة مسلا خاصة بالشركة. اتا فورتينت. اتا سوفوس مسلا. او آآ سلاش سوفوس كل كل كلام ده هنبتدي نشوفه. فانت يعني ده ممكن ان انت تحصل عليه سواء عن طريق او عن طريق حتى زي ما احنا شفنا في الفيديو اي دي ممكن تشوفه. يعني ده مسلا امثلة لهذا الكلام. تعال نشوف مسلا هنا. ادي الفورتينت مسلا ده مسلا خاصة بالفورتينت. فانت بكل بساطة هنا ايه اللي بيحصل? بتلاقي على اليوتيوب بعتين سلاش الكود بتاعك. ممكن انت تاخد ادي الكود او بتاع صح كده? ادي واحدة فيهم. وممكن برضو تروح واخدها بنفس الاسلوب ده. ممكن انت تلاقيها برضو هتفتح معك القناة وده يبقى وممكن تستخدمه فيش ادنى مشكلة. وممكن برضو يبقى نفس المنظر ده. كل الكلام ده ممكن ده يبقى اللي انت ممكن تستخدمه في وزي ما قلت لحضرتك ممكن مسلا زي بعض الناس زي ما احنا شايفين مسلا هنا تبقى باسم باسم واحد معين. وبرضو ما فيش ادنى مشكلة ممكن ان انت تستخدم هذا الكلام. لكن هو عمتا ادي يقصد به الكود اللي بيزهر لحضرتك ده. وده من زي ما قلت حياتك بتخش على الفيديو او ممكن انت تاخده مسلا زي ما احنا شايفين هنا عن طريق ان انت تخش مسلا عم وتقول وتبتدي تختار وتاخد ويزهر معاك يعني برضو موضوع الجيدة مهم وممكن ان انت تحصل عليه زي ما قلنا عن طريق عن طريق وممكن كمان عن طريق زي ما قلت حضرتك في الفيديو اي دي. ممكن برضو تاخده وحطيت لك انا لنك مسلا احدى الووبسايتس انه ممكن تاخد اللينك زي ما هو كده تحطه ويطلع لك كمان نفسه. خلاص? بنيجي بعد كده للفيديو كاتيجوريز. بصوا حضرات من احنا عندنا كلمية فيديوز كثيرة جدا ملايين ملايين الفيديوز. اصبح كل موجود عليه فيديوز معينة بيبتدي يصنف هذا الكلام تسهيلا لأي يوزر عايزي ادسس مثلا فيديو معين او قناة معينة او فيديوز ريليتد مثلا لمجال اهتمامه انا عايز مثلا اديوكيشن اه مثلا اعايز مثلا حاجات الفيديوز الخاصة بالفورتيجير خاصة بالسوفوز خاصة بتعليم اللغة الانجليزية كل الكلام ده ابتدي ان انا اعمله ازاي? اعمله عن طريق ان انا اخش على اليوتيوب وادور في الكاتيجوري دي ادور في الكاتيجوري الخاصة بالاليدوكيشن ادور الكاتيجوري الخاصة بالميوزيك ايام كان يعني كل الكلام ده ممكن ان انت تختار الكاتيجوري بتاع الفيديوز اه معينة وتبتدي مثلا ازيوزر تدخر على هزالك. اليوتيوب مصمف الفيديوز عليها حضرات 15 من كاتيجوري. عندي بقى مثلا كاتيجوري خاصة مثلا بالفيلم والانيميشن عندي خاصة بالميوزيك خاصة بالسبورت خاصة بالنيون خاصة بالجيمين كل الكلام ده هتلاقي 15 كاتيجوري موجودة على اليوتيوب هو مصنف بيها الفيديوز المختلفة اللي موجودة الو. ودايمن القلنا ده برضو ستلاقيه مسلا في موجود مسلا في موجود موجود في اي فيديوز معينة موجود ودايما هتلاقي برضو بينقسمها يعني مثلا مثلا الفيلم زبا ممكن كنت у Witama الاثلام الخاصة بالأكشن افلام الخاصة بالرومانسية افلام الخاصة مصلا اا افلام العربية كل الكلام ده تحت مثلا الفيلمز وتلاقي مسلا الفيلمز دي تبقى تاخت الانترنتيمنت مثلا يعني. فكل الكلام دي هتلاقيه موجود. عن تكمله ميوزيك ويبقى تحتيها مثلا الروك ميوزيك كل الكلام. فايزا هتلاقي الكاتجري خاص بالفيديو، veooo. حتلاقي برضو proteinsلتب ה� Ter einz, طيب ابتدي مثلا لو انا اشتغال على اليوتيوب مثلا عايز اعرف الكاتجري بتاع شنل بتاعي. انا فاتح فيديو معين. انا فاتح معين كاتجري على اليوتيوب. عايز اعرف هي اتبع عنه. كاتيجوري. اعرف الكلام ده ازاي. بكل بساطة ازاي ما كنا برضو منخش في نفس الكلام في برضو ممكن انت تخش على ومنه بتعمل وتبتدي تعمل على احنا كنا مسلا في ممكن مسلا بتخش تعمل وتبتدي تعمل وتكتب مسلا فازهر لك تبتدي مسلا نفس الكلام بالنسبة الى اي دي الخاص مسلا بالفيديو. نفس الكلام برضو في الخاصة بالفيديو. بتبتدي تكتب له في وتبتدي يزهر لك اكتر من تبتدي تبص على الخاصة بالفيديو بتاع حضرتك او بتاع تحضرتك عشان تعرف هي تابعة لانهي كاتيجوري. برضو دي حاجات كده لازم حضرتك تبع عارفها ولا لازم تبع عارف اصلا نجيبها منين لان بناء على هذه البرامج سواء الفيديو اي دي او الحضرات هو الفورتيجيت بيبتدي يعرف الفيديو او نفسها ويبتدي ان انت حضرتك الفورتيجيت يربط هذا الكلام باليوزر وتبتدي تحقق انت الفيديو فلترينج تاسكس اللي حضرتك عايز تبتدي تعمل من الحاجات برضو حضرات اللي لازم تبع عارفها الكيو اي سي او الكويك يو دي بي انترنت والكويك از ابروتوكول يعني الكويك او الكيو اي سي هو عبارة عن انكريبتد ترانس بورت بورتوكول يعني بورتوكول شغال في ترانس بورت لاير في اللير فور في ال او اي ساي موديل يعني بالاخر هو بورتوكول بيشتغل في اللير فور ولكن بورتوكول من نوع خاص يعني ايه من نوع خاص؟ قل لك يعني هو بورتوكول مخصص اساسا للاتش تيتي بي ترافك وباقدر احقق في اكتر من فيتشورز اه ويحللي مشاكل كثيرة منها السرعة انا عايز اشتغل يعني عايز اشتغل بمميزات الدي وعايز اشتغل بمميزات تي سي بي يعني ايه عايز اجمع الاتنين بعض. انا عندي مثلا اللي اقدر احققها في ان انا اقدر يبقى 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 كل كلام ده انا بقدر احققه فين? في التي سي بي. في نفس الوقت برضي قوليه دي بيه مور فاستر اه في اه بتاعته وبالتالي انا محتاج ان انا احقق الاتنين مع بعض. ليه? لبعض الستريمينج جوبسايد. بعض الفيديو. بعض الجيمينج. كل الكلام بيحتاج بقى في البرتوكول سريع يقدر يستخدم فيها هذا الكلام. ومن هذا المنطلق ظهر معانا هو الكويك او كيو اي سي او الكويك يو دي بي انترنت كونيكشن. بروتوكول بيشتغل في الليير فور بيكمع ما بين مميزات كل من التي سي بي بالانكريبشن بتاعته وفي نفس الوقت بيجمع السرعة انه بيبقى مور فاستر اه زي الو دي بي هما الاتنين منقدر نجوحهم في بروتوكول اللي بيشتغل معانا في الليير فور. تمام? يعني اه طبعا الكلام ده اه مهم ولازم حد تبقى عارفه. الكيو اي سي اه اذا بروتوكول ابتدى يزهر مع جوجل وبعد كده بقى اي اي تي اف استاندرد اه على ار اف سي تسعة تلاف بقى بالاستاندرد تسعة تلاف مع الاي تي ايف لكن هو مقارد ما ابتدى وكان معه اه كومي. وطبعا مع اه الفرجن جديد من الاتش تي 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 اصبح مع الكيو اي سي بتدينا اه كل ميزات وحللنا مشاكل كتير خاصة بالستريمين وبيبقى مسلا بتخش على استريمين معين لما بيقطع ولا غيره اصبح سيكوري بتاعك بردو بتقدر تحقق. كل الكلام ده بتحقق عن طريق ان انت مسلا تشغل وشغال كمان بالآ آآ شريح. اصبح هذا الكلام بآآ حل مشاكل كتيرة لكل السيرفز الخاصة بي اللي بتحتاج هذا الكلام بتحتاج بتحتاج ان هو آآ بتحجنة تشتغل كل الكلام ده اصبح مع ما فيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. بساعة بقى انت شغل آآ في شغال على شغال مثلا في كل الكلام ده ابتدى يحل لك كل هذا الكلام. عشان كده دايما ان انت تشتغل طالما متاح معاك. خلاص? طيب. آآ فاكرين الصلاة دي يا حضرات الصلاة دي دايما احنا كنا شفناها في الانتيفيرس بروفايل شفناها في الويفرس بروفايل. وكان بتلقص لنا الحاجات اللي بتدي ان احنا نبص فيها او نبتدي نبقى عارفينها او الشروط الاساسية اللي دايما ان احنا بنرجع لها في حالة تطبيق اي سيكورتي بروفايل. وده انا هتلاقيها مقررة في انواع كسيرة زي ما قلت لحضراتكم في اول محاضرة من السيكورتي بروفايلز المختلف. اول حاجة اللي لازم تبص فيها ايه? لازم تبص هل فعلا السيكورتي بروفايل بتاعك ده فيزيبل او مش فيزيبل? هل انت شغال عن اني ميسي دوليجي او اني هل انت شغال مسلا بوليسي بيز او بروفايل بيز هل انت بتطبق مباشرة على البوليسي او بتعمل بروفايله وبتطبق جوه البوليسي نفسها او شغال باني انسبيكشن مود اني طريقة لفحص الداتا عشان تبتدي تطبق عليها اي سيكورتي بروفايل او اي فلتر جمعين سواء وبفلتر سواء فيديو فلتر او غير. فازن التلات حاجات اللي لازم تبقى عادي. طيب الفيديو فلتر او لو اتكلمنا في بيبقى ظاهر معاك في في فقط لغير انت هتعمل لفيديو فلتر. وبما ان الفيديو فلتر ازي ما احنا هنشوف قدام بيشتغل مفاعل فازن لازم تبقى انتج مفاعل البروكسي ومفاعل الفيديو فلتر. فلهو ما دمد زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده معانا. بتدي تخش مسلا في سي الاي وبتدي تقول لكم فيجر سيستم سيتنج سيت جي او اي بروكسي انسبكشن انيابل. وبتدي بكل بساطة هيفعل لك الاول اه اكسيبليستي اه بروكسي وبعد كده اه على طول بتلاقي ده ارضه برضو مفاعل معاك ما بقاش دمد. وتبقي تعمل انيابل الفيديو فلترينج. ولكن الفيديو فلترينج اللي بيزهر معك هنا في الفيديو فلترينج بروفايل عشان تقدر تشوفه في الليست هنا في الليستة بنفس المنظر اللي احنا شايفينه هنا كده. وبالتالي تقدر نستخدمه ولكن نستخدم هزا الكلام في البروكسي مود فقط لغير. تمام? يعني الحتة دي برضو لازم نبقى عارفة. طبعا اه تاني حاجة بنبص بيه بعد هو هو اللي احنا بنشتغل بيه. ازاي بنطبق الفيلترينج بتاعنا حضرها. هل بنطبق مباشرة على الفيديو والبوليسي ولا بنعمل البروفايل وانا بتادي نختار البروفايل ده جوه الفيديو بانهي اسلوب بنشتغل بيه سواء ده ولا سواء ده. ففي البوليسي بيزد احنا بنطبق مباشرة على البوليسي بتاعتنا. بتبتدي تخش على السيكيوريتي بوليسي او الفيديو بوليسي بتاع حضرتك وبتبتدي ان انت بتختار في مثلا لو منتكلم في انهي آآ كاتيجري معين حضرتك بتبتدي بنستخدمه. تمام? وتبتدي برضو لو انت عايز مسلا عن البروفايل تاني هتفارس بروفايل اي بي اس كل الكلام ده. بتبتدي تتطبقه طالما هو متاح. آآ آآ فما فيش مشكلة بتختاره جوه البوليسي بيزد. طيب بقى للفيديو فيلتر. الفيديو فيلتر في هزي الحالة ما عنديش حاجة اسمها فيديو فيلتر بروفايل بطبقه في البوليسي بيزد. ولا حتى بعد كده لما هنشوف في البروفايل بيزد في حالة الفيديو فلتر فقط لغير اقدر ان انا اعرفه صراحة لما بشتغل في فقط لغير. لكن لا في البوليسي بيزد ولا في الفيديو هتشوف هزا الكلام. ما فيش حاجة اسمها صراحة فيديو فيلتر. طب انا لو عايز اعمل فيديو فيلتر يا حضرات. هل? وانا شغال في البوليسي بيزد مقدرش اعمل فيديو فلتر. قال لك لا مفيش مشكلة ممكن تعمل فيديو فلترينج باستخدام الويب فلترينج. وخلي بالحضراتك انت ممكن تستخدم حاجات كتيرة طالما انت فاهم ازاي تقدر تعمل تقدر تستخدم ده بكل بساطة وتبتدي تعمل آآ آآ كنترول للمسلا الكاتيجوري الخاص مسلا بالستريمين زي ما احنا قلنا قبل كده عن طريق تبتدي مسلا تخش هنا في اليوري الكاتيجوري في وتبتدي تختار مسلا من هنا وتبتدي آآ تعمل مسلا تخلي الناس كلها تخش على الاستريم او ما تخشش او تقدر عن طريق اليوري تبتدي ان انت تحط مسلا آآ آآ اليوتيوب فمسلا تقول للناس كلها خش على اليوتيوب فقط لغير. الكلام ده ممكن ان يتم مسلا عن طريق الويب ريتنج اوفرايد ممكن في بعض احيان زي ما حنشوف قدام يبقى عندك امكانية برضو عن طريق اليوري الفلتر ان انت تستخدم هزاك لكن في تقدر ان انت من هنا تختار آآ ميديا ان داونلود فتخلي الناس كلها تخش على كل الويب كاتيجوري الخاصة بالستريمين او لأ او ممكن زي ما حنشوف برضو في اللاب بتاعنا عن طريق اليوري او عن طريق اليوري تمام ده في حالة انت مشغال على طب لو حضرتك عملت بقى معين لو اشتغلنا اشتغلنا او اللي اسمها وردنا ده هو الديفولت احضرات. قال لك بعمل هزا الكلام ازاي? قال لك خلص بتخش بتعمل معين وتبيتشتغل. طب كان بجنشتغل بيه صحة ولا لا. قال لك في الفلو بيز ما فيش حاجس ما فيديو واحنا قلنا هزاك لما فيش حاجس ما صراحة انا لسا ايه لك هزا الكلام. طيب بكل بساطة في هذه الحالة ازاي اقدر اعمل للفيديوز اه اللي موجود عندي الفيديو الموجود. ازاي اقدر اخلي الناس تستخدم بعض الفيديوز او مسلا بعض الستريمين ويوب سايت او غيره. كل الكلام ده بيتم ازاي? نفس الاسلوب اللي احنا شفناه برضو في عن طريق الوئر والويب ريتنج اوفر رايد. الاتنين اقدر ان انا استخدم اي واحد فيهم ان انا اقدر احقق بتاعي ان انا اكونترول الاكسس لفيديو كنتنت اه لكل اليوزر او بعض اليوزر الموجودين عندي. طالما انا شغال في المية لكن فيديو مفيش حاجس ما فيديو مفيش حاجس ما فيديو فيديو مفيش حاجة صراحة اسمها كده لكن انا اقدر اعمل بس باسلوب الويب فلتر. تمام? ده في حالة لما بيشتغل طيب في حالة في حالة في حالة انا عندي بقى صراحة حاجة اسمها فيديو فلتر بروفايل. اقدر ان انا اخش ويبقى فيه الفيديو واقدر اعمل اخلي بعض اليوزرز معينين يبقى مسلا ليهم اه اه معينة اقفلها عليهم وافتح لهم اه اه معينة جوه الكاتيجوري دي. ممكن اخلي معينين لهم فيديو فلتر معين. اخلي بتوع القاتية لهم فيديو فلتر معين. اخلي بتوع لهم فيديو فلتر آآ آآ بروفايل معين تاني. زي ما احنا شفنا كده وعملنا في الويب آآ برضو ده اقدر تحدد لكل ادارة او كل يوزر او كل مجموعة من زي محضرتك عايز كل كلام ده موجود. والكلام ده طبعا بتشوفه بقى سواء انت شغال في الانسبيكشن مود لو الانسبيكشن مود او بروكسي انسبيكشن مود. تمام? ادي الكلام الخاص بالفيديو في المودز المختلفة او في المسيدوليج المختلفة او الانسبيكشن مود المختلف. تعالي نخش في اول حاجة حتقابلنا النهاردة اللي هو الفيديو فلتر في البوليسي بيز نيكل جانريشن فاير والمود. ازاي ان ابتدي تبتدي تعمل في في البوليسي بيز طالما انت بالطبق مباشر على البوليسي ازاي اقدر اعمل هزا الكلام? زي ما قلنا اول حاجة تقدر ان انت تحط آآ او تشيلها. يعني تخلي الناس كلها تخش او متخشش. هو كل الكلام ده. ابتدي اخلي الناس يا تخش او متخش. وانا لسه ايه لك هذا الكلام. طيب. هل انا اقدر اخلي اليوزر او يبتدوا لو انا شغال في البوليسي بيز يخشوا على فيديو معين وما يخشوش. او يخشوا على فيديو معين او ما يخشوش. لكن الكلام ده ما بقدرش اعمله في آآ طالما انا شغال البوليسي بيز لكن انت يتفتح لكل كل سريمين ووبسايت او تقفل لكل الكل الكلام ده برضو متاح مش ادنا مشكلة. قالك طيب خلاص انا فهمت دلوقتي ان انا لا قادر اعمل فيديو كاتجري آآ احددها ولا قادر اعمل فيديو تشانل ولازم اعمل كله افتحه كله او اقفله كله. طب لو سمحت انا محتاج ان انا حدد موقع معين خاص بفيديو كنتنت زي اليوتيوب او الفيميو لبعض الناس وبعض الناس لها. قالك اه ده من وتاع ما فيش ادنا مشكلة. لو انت عايز آآ ان انت تخلي بعض المواقع المعينة خاصة بالفيديو كنتنت ممكن انت تتحددها ليوزر معينين واليوزر تانيين. لأ كلام ده انت ممكن تعمله في سهل وبسيطة. طيب بعمل الكلام ده ازاي? قالك بكل بساطة بيبع عندك اسلوبين. اما عن طريق او عن طريق تبتدي تعمل وتبتدي تحطه. طيب بعد بتدي اعمل الكلام ده ازاي? بكل بساطة ببتدي اعمل وابتدي اقفل الباقي يعني مسلا اقول له ايه? لو سمحت دول دخلهم على اليوتيوب. والباقي ما يخشوش عليه. طيب. الكلام ده بعمله ازاي? انا كتبتدي تخش في الكاتيجوري? ما بتختارش اصلا الاستريمينج ميديا داونلوده. ما بتختارش الكاتيجوري دي. خلاص. طيب. هو ابتدي ايه? ابتدي اعمل تاني احط فيه اليوتيوب. ومن جوة اختار الايه? اختار الكاتيجوري دي. وما اختارش الاستريمينج ايه? ميديا والدولود. وبالتالي هو هيسمح في هذا الكلام فقط لغير بالقسم اوفراد اللي انت هتختارها. وطالما انت عملت انسليكت بسليمينج نيديا. والدولود. يبقى خلاص هو كده. هيخش على موقع معين وما يخشش على بقية الموقع. الكلام ده بيتم ازاي? زي ما وضع حضراتكم عن طريق الريتنج اوفراد. طيب. هل انا اقدر افتح كل المواقع? واقفل معين. يعني بدل ما انا اقفل كل. وافتح موقع معين. لا انا هفتح كل واقفل موقع معين. الكلام ده ممكن اعمله في الـ بوليسي بيز هلق اه مفيش مشكلة. اعمل هذا الكلام بس عن طريق اليو ار فيلترينج على تقدر ان انت هتعمل هذا الكلام مفيش اضنى مشكلة فيه هذا. يبقى دي امكانيات الفيديو فيلترينج وهي امكانيات متواضعة شوية لكن دي امكانيات الفيديو في البيسي بيز عشان لو انت عايز ان انت تشتري على اه الفيديو فيه اه وانت شغال ازاي قادر اعمل هذا الكلام. اول حاجة هنبتدي بها ايه النهاردة حضرات? لاب بسيط هنبتدي نشوف ازاي ان انت تقدر تعمل قلاوة لكل الفيديو كنتنت ويب سايت وتبتدي تقفل بس بعض فيديو كنتنت ويب سايت زي عندنا مسلا الفيميو والديلي موشن وهنبتدي مسلا نقفل الفيميو والديلي موشن وحنبتدي ان احنا نقلاو اي حاجة تاني. هنبتدي نعمل هذا الكلام ده كده سريعا في وانبتدي نشوف الامور حتتطبق معنا ازاي. تعال نخش سريعا على الجهاز بتاعنا. ادي مسلا عندنا النهاردة ان شاء الله الجهاز بتاعنا هو. طب احنا كده شغالين اول حاجة طبعا انت بتأكد ان انت شغال خش في السيتنج. بتدي تنزل هنا كده. بتأكد ان انت شغال وبعدين بنبص على بتاعتك برضو عشان تبقى عارف الدنيا. احنا نفس الكلام عندنا زي ما كنا شغالين برضو في عندنا آآ يعني لان عشرة وعشرين وتلاتين واربعين كان في لانز. يعني انا خليناها لانز بس مش اكتر من كده على كل انترفيس. تمام. ادي الناس بتاعتنا سبتا في شهادنا مشكلة. بتاعنا برضو منطلعنا على الوان. يعني ما اعتقدش ان فيه اي اختلاف. طبعا بما ان احنا شغالين بوليسي بيزد فاحنا عندنا سنترل نات هنا. نعمل سنترل اس نات بوليسي. تمام. نقول فيه بس ان احنا ايه كل اللوكال انترفيس اللي عند حضرتك بتطلحها للوان وبتعمل ناتنج. نيجي هنا في بوليسي. يعني عاملين بس بوليسي بسيطة بين ان احنا آآ بنطلع الناس عن طريق الدي ن اس بتاع آآ اربع بتاعك تمشي. خلاص? هنضيف بس هنا يعني آآ بوليسي تانية كده. نقول فيها قلاو الانترنت. تمام? وهنقول له مسلا عندي عشرة عندي عشرين عندي تلاتين اربعين. يعني كل اللوكال انترفيس اللي عند حضرتك. وطلع على آآ وان مسلا. هنقول له السورس اول. تمام? طبعا انت لو عايز تزاود يوزر اتس اوكي بس انت لو حتزاود يوزر لازم ترجع هنا في الانترفيسز وتبتدي من انت بس تفعل تمام? احنا بس هنا في البوليسي بيزن خانمشي بس نشوف الكلام ده ان احنا مستخدمش البوليسي بيزن كتير لكن برضو لازم تبع عارف الديني بتمشي ازاي. خلاص? آآ طبعا احنا هنا في اليور ايه الكاتيجر اللي بتفتكره ان احنا كنا بقول ان احنا او ديناي. لو انت هنا بتعمل كاتيجري وبتبتدي تضيف هذا الكلام فبكل بساطة بتيجي في وتحط المسموح به. تمام? ده اللي احنا قلناه قبل كده لو تفتكره فاحنا بنشرح موضوع البوليسي بيزن. لكن لو يبقى بتحط المش المسموحي. فبكل بساطة هنبتدي ان احنا ايه? احنا كده كده بنحط عشان تطلع الانترنت. فهنبتدي نشوف بقى انهي حضرتك مسلا انت حط. هنقول مسلا عندنا ايه? هنختار. عندنا انترنت تلفوني مسلا يعني الحاجات اللي حديك عايز تحطها. هنختار برضو طبعا. ومحتاجين مسلا نحط اي حاجة تانية. عندنا مسلا ماشي. يعني طبعا انت بتختار اللي انت عايزه. ماشي. يعني بنكتفي بهذا الكلام. وطبعا الموضوع راجع لحضرتك بقى في اللي انت بتختار لي. خلاص? طيب محتاجين نعمل اي حاجة تانية? ما اعتقدش ان احنا محتاجين حاجة تانية. يمكن نسيب او تقول له وتقول له اول. ممتاز. اوكي. كده احنا عملنا ايه? كده عملنا بس تطلعنا الانترنت واخترنا فيها الكاتيجوري. ايه الكاتيجوري اللي اللي حضرتك عايز تخلي الناس تستخدمها. خلاص. طيب محتاجين نعمل ايه تاني. محتاجين بقى نفتح اه كده احنا فتحنا كله. احنا محتاجين نقفل اللي احنا مش محتاجينه. فبكل بساطة عشان نعمل هزا كلام هنعمله ازاي? هترجع لي وتبتلك تخشف اللي هو في فلتر وتعلن كاريت واحدة جديدة. وحنقول واحدة مسلا نسميها البوليسي. بيزد. اه لاب مسلا اي حاجة. تمام? ونقوله في اليور الفلترينج تعالي هنقوله وندينه مسلا الفيميو دوت كوم. هنشتغل على الفيميو وعديني موشن. وهنشتغل على اليوتيوب دول اكتر حاجة الناس ببطيدي تتعامل معها في اي فيديو كونتنت على الانترنت. هنبتدت تقول له ويلد كار. هنبتدت تقول له بلوك. آآ اوكي. خلاص مش محتاجين حاجة تاني غير كده. هنبتد نقول له وحنقول له برضو ونقول له بلوك. وندي له دوت كوم. وهنقول له اوكي. ونقول له اوكي. كده خلاص انت عملت ايه? عملت بتاعك. عملنا البوليسي وقلنا ايه هي اللي الناس هتفيدي تخش عليها. عندنا عشان الناس تعمل. اتأكدت ان انت شغال يعني كده اعتقد ان الدنيا كلها مزبوطة معاك. ما يعني ما فيش ادنى مشكلة في هزا الكلام. كل موضوع ان انت بقى هتبدي ترجع بعد ما انت بقى الويف فلتر بتاعك وحطيت اليو ار ال آآ وقفلت كل من الفيميو هي تتخش على تاني وتاخد نفس اللي حداك استخدمتها. تنزل فيها من تحت هنا. وتبدي تقول له في الويف فلتر انا هاختار اللي احنا لسه عملنا هنا. تمام? اهي? تمام? مش محتاجين اي عاجة داني ممكن تعمل والسيشن. والموضوع انت على كده. كده احنا طبقنا يا طبقنا ففتحنا كل الفيديو كونتنت ستريمي ووبسايت واقفلنا بس الفيميو والديليموشن. ودول اهم حاجة مسلا يعني الديليموشن هتلاقيه كل ما فيش اي حاجات تعليمية كتير يعني آآ الفيميو فيه آآ في شوية حاجات تعليمية وفي حاجات تانية اليوتيوب في كل حاجة طبعا يعني. خلينا بس ان نبتدي نتس كلام اللي احنا عملنا ده ونشوف الكلام ده بتطبق فرعا ولا ما بتطبقش. وتعالى نجرب كده على اي جهاز نشوف الديلي هتمشي معنا ازاي. تعالى عندنا دي ويندوز تين اهوت. تعالى سريعا مسلا نفتدي آآ نفتدي نفتح كده فارفوكس. تعالى نفتح برضو آآ براوزر تاني كده يساعدنا. تمام? خلينا في الاتج كويس. تمام? وتعالى بقى نرجع للفارفوكس تاني. تعالى بقى نفتح ادي اليوتيوب وتعالى برضو نتاكد ان هو شايف نت. كده شايف نت اهو تمام. تعالى نفتح الفيميو. هنقول له فيميو دوت كوم. تمام? وتعالى نفتح الديلي موشن. دوت كوم. ديلي موشن سوري. ولو ديلي موشن ديلي موشن دوت كوم. تمام? طيب. شفنا ايه بقى هنا? ما اتقفل. الفيميو اتقفل. اليوتيوب شغال معانا هو زي الفل ما فيش ادنى مشكلة. تفتح الدنيا هتلاقي اليوتيوب شغال معاك. اي تشانيل هتلاقيه شغالة. اي فيديو هتلاقيه شغال. ما فيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. يبقى احنا كده ايه? حققنا الستريمينج. طبقنا اه اه عن طريق قفلنا في الفيميو والديلي موشن. تمام? ادي تطبيق مسلا في ازاي ان انت تفتح الكل وتقفل بعض الخاصة بالفيديو تعالى نشوف حاجة تانية بقى بس بالعكس شوية. بمعنى بمعنى ان احنا بدل معنا في اللاب اللي احنا عملناها ده مسلا احنا اه فتحنا القل وقفلنا بعض المواقع زي الفيميو والديلي موشن زي ما احنا شايفين عن طريق هبتدي اقل بالاية. يعني يا حقل بالاية يعني بكل بساطة هبتدي اقفل الكل وافتح بعض المواقع اللي انا عايزها فقط. طب هعمل الكلام ده ازاي? اقول له حاجة تعمل الكلام ده ازاي. والبساطة انت هتيجي هنا في الويب فلتر تبتدي تعمل للويب فلتر مش محتاجين خلاص. وهتيجي هنا في الستريمينج اندولود وتشيل هذا الكلام. وبالتالي هو في هنا مش هيقدر يجوف اي صح كده? طيب هنقول له اوكي. ونبتدي نروح في في اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت. وهتبتدي تقول له وممكن ان انت تستخدم اي واحدة موجودة او ان انت تعمل واحدة جديدة. فاحنا هنبتدي نعمل واحدة جديدة اسمها بوليسي بيزد مسلا اه اوورايد. ممتاز. ونقول له طبعا ونقول له اوكي. وهتيجي بعد كده تخش تقول له كريات نيو وهنضيف فيها الاتي. حنقول له مسلا احنا عايزين نفتح الفيميو دوت كوم. تمام? ولكن انت حطها في اسمها تمام? وهنقول له برضو في حاجة اسمها فيميو. نقول له فيميو سي دي ان دوت كوم. برضو اخدها معاك. ده انت بتحتاجه عشان الفيميو يشتغل برضو معاك. هنقول له برضو حطه في في اوكي. وهنبتدي نقول له برضو وحنقول له لو سمحت افتح لنا اليوتيوب دوت كوم. برضو عايزين نفتحه. عايزين نفتح اليوتيوب مع الفيميو. حطه في وبرضو عشان اليوتيوب يشتغل لازم تدي له حاجة اسمها الجوجل فيديو. هنقول له جوجل فيديو دوت كوم. تمام? برضو لو سمحت حطه مع مع ونقول له اوكي. تمام كده? طيب تعالا بقى نعمل ايه هنرجع لي بتاعتنا. نقول له في الالاو انترنت. لو سمحت هنا خد معاك اللي انا لسه عاملها. هي هي فين? اللي اسمها خدنا نبص كده خدها. تمام? مش محتاجين حاجة تاني خدها هوت. اوكي. شكرا. وتعالا نرجع للجهاز بتاعنا تاني. تمام? تعالا نشوف الجهاز بتاعنا فين? ادي الجهاز الاي تي. وسريعا كده. تعال نفتح هذا الكلام ونفتح ونشوف هنبتدي يحصل ايه? ادي اليوتيوب وادي الديلي موشن وادي الفيميو. خلينا نبص كده هو هيعمل ايه? وخلينا برضو نفتح اي في الفيميو حاجة الفورتينيت مسلا. وتعال نشوف الديلي هتمشي ازاي? ادي اليوتيوب فتح اهوت. شغل مع حضرتك ما فيش ادنى مشكلة. تعالا نبص هنا ده طبعا الديلي موشن اهو. الديلي موشن تاني اهو. خلينا نقوله عشان يبقى الموضوع بواضح مع حضرتكم. خلاص? طبعا الديلي موشن مش هيفتح معنا ليه? لنديلي موشن من الستريميج اللي انا شلته من ضمن الكاتجوري بتاع الاستريميج. وانا شلت الكاتجوري بتاع الاستريميج وعملت بكاتجوري جديدة حطيت فيها فقط اليوتيوب والفييميو عشان كده هم الاتنين اللي فتحوا معي عشان انا اخترتهم في الالاود في زي ما احنا شفنا هنا اهو بالمنظر ده في هنا اهو بالمنظر ده احنا اخترنا وشلنا ايه? وشلنا الجواب التالي هو اي حاجة تانية غير اليوتيوب وغير الفيميو مش هيفتحها وهو ده اللي حصل فعلا معنا هنا انه فاتح الفيميو ومش قادر يفتح الديلي موشن وفاتح اليوتيوب والاتنين شغالين مفيش ادنى مشكلة طبعا انت ممكن تخش على وتبتدي تشوف الريبورتات بتاع حضرتك وتاع حضرتك في الويف فلترينج هنا بتبتدي تشوف بقى هو ايه? اه في الديلي موشن اهو واي حاجة تانية بقى هو اه عايزها بيبتدي يشغالها خاصة باليوتيوب او خاصة بالفيميو. يعني ادي برضو اه موضوع البوليسي بيزد في الاكزامبل التاني اللي احنا اشتغلنا عليه دلوقتي احنا كده طبقنا الاتنين القاعدتين ان انت تفتح الكل ويتقفل بعض المواقع او تقفل كل وتفتح بعض المواقع ده اللي احنا شفناه. تعال نخش بقى على بعد كده في اللي بعد اللي هو ان انت تخش على ونخش على خلينا سريعا كده نشوف فين هو في بتاعنا طبعا كل الكلام ان انا قلت له حضرتك ده حتطولك كله بالدنيا تمام ما فيش ادنى مشكلة. تعالوا نخش بقى ونشوف في الفيديو فيلتر في البروفايل بيز بيتم ازاي? لو تفتكروا حضرات كان عندنا في البروفايل بيز عندنا كنا دايما بنشتغل بيهم قلنا الفلو بيز والبروكسي بيز. طيب لو جينا اشتغلنا في الفلو بيز انسبيكشن مود. ايه اللي انا عندي او ايه الانكانيات اللي انا ممكن استغل لها عشان ابتدي اعمل كنترولنج لاي فيديو كنتنت موجود على الانترنت عشان اقدر اعمل كنترول للاكسس لاي يوزر عندي عايز يخش على اي فيديو كنتنت على الانترنت. قال لك بص اولا ما ابدين في الفلو بيز انسبيكشن مود انا ما عنديش حاجة اسمها فيديو فيلترينج بروفايل. ما لحكة ابتدي اشتغل ازاي? هشتغل عن طريق الويب فلترينج برضو. نفس الويب فلترينج هستغل الفيتشراز ده فيه والامكانيات اللي فيه عشان ابتدي اعمل فلترينج لأي فيديو كنتنت. طيب الكلام ده بيتم ازاي? بنفس الامكانيات بنفس الاسلوب بنفس اللي كان عندنا في اللي هو الويب كاتيجوري بمعنى هبتدي بقى عن طريق الويب كاتيجوري فلترينج ابتدي اقول اه اه كاتيجوري معين اقفل وافتحه اقفل الكل وافتح الكل. وفي نفس الوقت هيبقى عندي امكانية اللي ما كانتش موجودة في البوليسي بيز ان انا ابتدي اعمل كنترولينج لفيديو تشانل معين او الفيديو اي دي معين او الفيديو معين. طيب الكلام ده في الويب كاتيجوري اوفر رايد. يبقى ازا انا هنا في الفلو بيز هبتدي اشتغل بنفس الطريقتين لكن مع امكانيات اكبر شوية ممكن ان انا اشتغل بيها. تعالوا نشوف اول لاب معانا او اول اكزامبل معانا في تطبيق الفيديو فيلترينج عن طريق استخدام الويب فيلترينج مع الفلو بيز انسبيكشن مود. واول حاجة معانا هنبتدي نعمل بلوكينج لكل ويبسايت. وهنبتدي نعمل اللاوينج لسبسيفك فيميو تشانل او فيميو اه فيديو معين. تمام? انت مسلا جالك ادارة معينة فالادارة دي عايزة مسلا انها تتابع بعض القنوات التعليمية في مجال معين على الفيديو او تتابع فيديو معين او قالولك تعالى لو سمحت ابعت لنا مسلا اه افتح لنا فيديو معين. نبتدي نعمل الكلام ده ازاي? تعال اقول لك هنعمل الكلام ده ازاي? تعال سريعا نخش على الجهاز بتاعنا تاني كده اللي احنا كنا نشغلين عليه. تمام? ادي الجهاز بتاعنا هوت. اول حاجة طبعا احنا نشغلين على اه المود بتاعنا البوليسي بيست. فحنبتدي ان احنا نرجع نرجع ونبتدي ان احنا نغير هزا الكلام وهنبتدي نخش هنا وننقل من البوليسي بيز وطبعا اي حاجة حاجة موجودة خلاص هتتمسح. وحنبتدي بس نعمل لوج اوت. وايه? لوج ان تاني. ونبص هنا في في الفايروال بوليسي. تمام? ما عندناش اي فاحنا عندنا بقى بكلنا واخدينه قبل كده. تعالوا نشوفه كده. اوكي. هنقول له ابلود. تعالوا ناخد ده مسلا. نشوف ده نجربه اعتقد. ممكن ان هو يكون معنا نقدر نحنا نستخدمه. بدل ما نبتدي نعمل ايه? اكتر من لهذا الكلام. هنقول له اوكي. وحنبتدي بس ايه? هو هبتدي يعمل ريبوت. سيبه شوية. واشتغل معنا ورجع تاني اهوت. تمام? هنخش عندنا في اه الانترفيس نتأكد بس ان اديني عندنا تمام. نفس الكلام اهوت ما فيش ادنى مشكلة. خلاص. تمام? عندنا ايه تاني? نخش كده في فايرول بولي سي. تمام? ده عندنا نفس الكلام اللي احنا كنا عاملينه في عندنا اكتر من ديبورتمينت. عندنا الاتش ار. عندنا 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 كل الكلام ده موجود. خلينا نشتغل مسلا على هنا. خلاص. تعال نفتح كده ونشوف فيها ايه? تمام ايه شبكات بتاعتنا وعندين هنا السورس. وعندنا هنا تمام? ومش محتاجين حاجة تانية شغالين تأكد ان انت شغال طبعا فلو بيست. عشان هنطبق في الفلو بيست. وعندنا تمام? وعملين مش محتاجين حاجة تانية غير كده. تعالى نرجع كده ونبص بقى على طيب. تعالى نقول مسلا هنعمل وفلتر وخلينا نعمل وفلتر جديد نقول في ايه الاتيب. هنقول مسلا اه اه الاو. اه specific. فيميو. اه تشانل ان فيديو. ان فيديو. خلاص. طبعا هو شايف ان ده كتير شوية. ممكن ان احنا نقلله شوية. خلاص يبقى اسمها اه الاو فيديو اه الاو في ميو تشانل ان فيديو. تماما هو حاجة ننزل بقى على يعني نبتدي اول حاجة نشوف لو في اي حاجة هنا نبتدي ان احنا نعمل لها مش محتاجين اي دلوقتي. اوكي. عشان نعتمد على بس. ممتاز هننزل هنا بقى طبعا كل الكلام ده مش محتاجين منه اكتر من هنبتدي نعمل ايه نقفل يعني احنا كده هنبتدي نقفل عشان يبتدي كل الناس كلها يتقفل عليها اي ويب سايد. تمام? محتاجين حاجة تاني تعالى ننزل كده. مش محتاجين هنا اي حاجة تاني غير كده. خلاص احنا كده عملنا ايه? قفلنا للناس كلها اي حاجة تخص الستريمينج ويب سايد. طيب دلوقتي اللي مطلوب مننا ايه? مطلوب مننا ان احنا نشغل اه حاجة معينة في الفيميو. عندنا ستريمينج ويب سايد اسمه فيميو. عايزين نشغل تشانل معينة وعايزين في نفس الوقت مثلا نشغل فيميو آآ آآ فيديو معين. طيب نبتدي نعمل الكلام ده ازاي? قال لك عندنا زي ما احنا قلنا اهل فحنبتدي نخش على نفس اللي احنا عملناه. بتاعنا نخش في اللي احنا عاملينه. كاننا نسمينه ايه? قال له فيميو وحنبتدي نشوف اول معانا اللي هو وحنبتدي نعمل القاتي. هتقول له وتبتدي تحط القاتي. اولا مبدئيا هتحط وحتبتدي تديله. اكزيمت ليه? عشان يستسنى من اي اكشن تاني. لانه بعد احنا لما قلنا حضرات في شرح قبل كده. قلنا عندنا اكتر من اكشن اللي انت بيتخليه بكل بساطة يستسنى من اي تاني ممكن يكون موجود. فاحنا عندنا اي ايه? كان عاملين للسريمينج عايزين اللي احنا هنكتبه دلوقتي يستسنى من هذا الكلام. طيب نعمل الكلام ده ازاي? اولا كسينة. اول حاجة هنخش ونكتب عشان نشغل الفيميو. اه هنكتب بعض وخلي بالكم اليوتيوب او الفيميو. او ايا كان سريمينج هو ما بيشتغلش بيو ار ايل واحدة. او بيشتغل بقى اكتر من يو ايل لازم انت حالك تبقى عارفهم. اه ايه اسواء بقى انت ممكن اه سيرش في الانترنت وتبتدي اتجابهم. ممكن انت تبتدي تتابع بتاعك وتشوف اه ايه اللي هو بيقفله وايه اللي هو ممكن يفتحه. وبحيس ان انت ادينا تزبط معك يعني زي ما حديرك عايزة عمتا انا هتطلق في البرزنتيشن حاجات الخاصة بالفيسبوك. حاجات الخاصة باليوتيوب. الكلام ده اعتقد هتلاقيه موجود اه كله في البرزنتيشن. فما تشغلش بالك بالحاجات دي هتعرف تطبق لو انت بتطبق ورايه. تمام? فخلينا بقى نشوف ايه اللي احنا المفروض نفتحه في الفيميو عشان لابتدي نقلاو specific فيميو او فيميو اي دي وفي نفس الوقت خلي بالك. حنقفل كل سريميج الويب سايت التانيين ونقفل كمان معهم الفيميو نفسه. يبقى اي حاجة تانية في الفيميو مقفولة عدد لانا عايز افتحه دلوقت. فخلينا نعمل الكلام ده ازاي? يلا بينا بسرعة كده نخش علي ارقل وحنكتب الاتي. اول حاجة فاكر انت الفيميو سي دي ان اللي احنا كنا لسه قايلين عليه في البوليسي حنقول له برضو نفس الكلام. دوت كوم. فيميو سي دي ان دوت كوم. تمام? وتروح اقل له والد كارد اجزامد شكرا. اوكي? واعتبا تقول له كريات نيو تاني وتقول له بلاير عشان يبتدي يعمل بلاي لي الفيديوز. فحنقول له بلاير دوت فيميو دوت كوم. ممتاز? ده تاني حاجة معانا هوا تنديره برضو والد كارد اوكي. فيش ادنى مشكلة. محتاجين ايه تاني? حنقول له الاي بي اي. والاي بي اي من الحاجات احنا قلنا حضرات اللي بتخلي دايما اه اه الحاجات تقدر تعمل مع بعض او غيره. طيب فخلينا بس ايه نحط الاي بي اي دوت فيميو دوت كوم. دوت فيميو دوت كوم سريعا كده عشان قبل ما ننسى الحاجات دي. تمام? وادي الوالد كارد اجزامد تمام? حطينا تلاتة هم كانوا اربعة. اه اعتقد في حاجة اسمان خلينا كده نفتح فيميو. اه دوت كوم اعتقد على يعني خلينا كده نقول نكست نكست اه نكست اعتقد كده ممتاز اعتقد كده طيب اه ده طبعا عشان يعمل نكست ويشغل كل فيديو ورد تاني. اقول له نشوف كده الاربعة دول وخلينا طيب نرجع بتاعنا وتعالنا نشوف الكلام ده. تمام? صح تمام كده? خلاص? اوكي ما فيش قد مشكلة كده خلاص احنا فتحنا الحاجات اللي اللي بتخلينا نشغل فيميو. طيب سؤال فين بقى اه بتاع الفيديو نفسه? او اللي انا عايزة افتاحها. ما ده لما اضفهم. فحبتدي اختار معين وهو في نفس الوقت برضو حبتدي اختار معين. فخلينا مسلا نخش على ونقول له مسلا اه ممكن ناخد خلينا سريعا كده نقول له ناخد بتاع الفورتينت على ممتاز. وتعالا ناخد برضو مع بتاع الفورتينت. ممكن ناخد آآ آآ دوت كوم سلاش مسلا آآ خلينا نقول سوفوس مسلا. تمام? وناخد اي فيديو من الفيديوهات الخاصة بسوفوس. خلينا مسلا ناخد ده. تمام? او خلينا ناخد حاجة تانية طيب. سريعة كده. اهي تبقى باينة شوية. تعال ناخد ده. تمام? حلو كده? تمام? يلا بينا. ناخد ده كده. وناخد هنا هو. وهنبتدي ناخد الايه ده هو. ونشيل الكلام ده. مش محتاجين له ولا غيره. تمام? ونقول له والكارد ونقول له اكزامت شكرا. وهنقول له هنا فيميو دوت كوم. فيميو دوت كوم على فورتينت. تمام? ويهي برضو هنقول له نفس كلام والكارد اكزامت تمام اوكي. خلاص كده. مش محتاجين حاجة تانية. كده احنا بكل بساطة ان احنا آآ كل ده دي سيبل. وجينا هنا عملنا بلوكينج. تمام? فحيقفل كل بما فيهم الديني موشن. ويهي حيبتدي آآ بس يفتح لنا فيديو آآ معين او آآ تشانل معينة خاصة بالفيميو. وحيقفل طبعا موضوع اليوتيوب. خلينا اوكي. ويهي آآ نتأكد كده نخش فايرول بوليسي. قال له اي تي انترنت. وحنقول له فين فين فين? نقول له اللاو الفيديو تشانل ان فيديو. اوكي. ودي بان مش محتاجين حاجة تاني. شكرا. اوكي. وتعالا بقى نرجع للاجهزة بتاعتنا. سريعا كده. وطبعا هنفتح اي براوزر واول ما هنفتح اي براوزر هنعمل ايه? طيب هو خلينا كده نخش تاني سريعا. نعمل ونتأكد ان هو شاف نت. ممتاز. طيب. تعال نشوف اليوتيوب. تعال نشوف الديلي موشن. تعال نشوف الفيميو. الفيميو. الفيميو الوحده. تعال نشوف معين. خلينا نشوف ده ايه? ده ممتاز. تعال ناخد ده كده. ادي الفيميو تشانل. تعال نفتح اي حاجة فيها. تمام اشتغل معانا هوت. ممتاز. طيب محتاجين ان احنا نعمل ايه? نشوف الفيميو فيديو اللي احنا كنا حطينه. تعال نرجع كده سريعا. وناخده. هو فين? خلينا نرجع لسيكورتي بروفايل بتاعنا. ونخش لي الويب فلتر. وهي حنقول اللا وبيميو ان شانل فيديو. ممتاز. وتعال ننزل هنا كده وناخده ده. ماشي اوكي. ناخده كده كوبي. وتعال نرجع كده للجهاز بتاعنا. ونقول له بسا نجو. تمام. اهو. اشتغل مع حضوريتها كده الدنيا بتاعتنا تمام. انت الفيميو اه اه فيديو اشتغل. عندنا الفورتي نيت تشانل على الفيميو اشتغلت. وفي نفس الوقت عندنا بلوكينج للفييميو نفسه. بلوكينج للديلي مووشن نفسه. بلوكينج لليوتيوب او اي حاجة تانية. كده احنا حققنا اللاب بتاعنا اللي احنا كنا بنقوله. خلينا نرجع عليه كده. سريعا. اهو. بلوكينج. تمام? طيب. ده ممكن ان انت تمشي به. اللي هو ايه? اللي هو اللي احنا كنا بنقول يا جماعة ان احنا عدنا وعدنا تمام? وعملنا هذا الكلام. بس عملنا بال اللي هو ايه? احنا عايزين نعمل نفس الكلام يا جماعة مع عن طريق الويب احنا نعمل الكلام ده ازاي? اقول لحضرتك. تعال سريعا. طبعا. نفس الكلام اللي انت شايفه ده. خلينا كده ناخده هو اهو زي ما هو. هو بي تاني معلش. شون نتأكد ان هو احنا واخدينه. تمام? وتعالى ننزل على بتاعنا في وتعالى نشوف مسلا خلينا ناخد اللي هو ده. تمام? بصوا حضرات اهو. ده نفس الحاجات اللي احنا كنا حطينها. اهي. ماشي انت كل الموضوع انت هاتيجي هنا وتعمل ايه? انا اصم كريتها من قبل كده. تمام? وتيجي هنا مسلا تقول له تقول له تمام? وتقول له بتاعك ايه? وهتحط نفس اللي احنا عطناه. خلينا ده هو نفس الفيديو هو. لازم يبقى نفس الفيديو. يعني ده انت طبعا انت بتلغي اصلا يعني. تمام? وقدي وقدي خلاص كده الدنيا كده تمام? انت كده ايه? هتشتغل عن طريق الويب ريتنج اوورايد. وحتبتدي بقى ترجع للويب فلتر هنا. تمام? وفين الالاو فيديو اهو ممتاز. تعال بقى في الكلام ده مش محتاجينه شكرا هعمل له ديسيبل. لليوريل فلترين مش محتاجه. وحتبتدي هنا هتاخد الالاو تعمل له ايه? تعمل له ايه? طيب. ممكن نعمل له هنا مسلا. تمام? وممكن ان انت بس تتأكد ان هنا مقفول بلوك. تمام? يبقى انا هنا ايه? خدت القاسم اوورايد اللي انا عملته اللي زهر عندنا نتيجي دي القاسم اوورايد. وقلنا انه هتعمل له تمام? وتبتدي هنا بكل بساطة تنزل وتتأكد ان انت بلوك للستريم موب سايت. اوكي? هيشتغل معاك نفس الموضوع. ما فيش ادنى مشكلة. ممكن ان انت ترجع هنا. وتبتدي تجرب تاني. ده سواء ده سواء ده. يعني هتلاقي الدنيا زي ما هي يعني ما فيش اختلافات كثيرة يعني. هو نفس الموضوع اللي احنا عملناه هو هو برضو اللي انت هتلاقيه. يعني ما فيش حاجة مسلا هتفتح وفيش حاجة هيبقى فيها اي اختلاف. ده بس مجرد ان انت ايه تاني او اسلوب تاني ممكن تطبق بهذا الكلام. تعالي نرجع بقى بتاعنا ونشوف ايه تاني موجود معانا. سريعا كده. طيب معانا لاب تاني او اجزامبل تاني هنبتدي برضو انطبقه في البروفيل بيز ازاي بقى ايه نمشي بالقاعدة العكسية. القاعدة العكسية اللي هي بتقول ايه? هنقلاو اول يوتيوب اكسس. وهنبتدي نعمل بريفانت الاسباسيفكت شانيل او فيديو. يعني هنطبق نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده بس بالعكس. بالعكس ازاي هنفتح كل حاجة في اليوتيوب اكسس. وقفل اه اه تشانيل معينة على اليوتيوب. هنعمل الكلام ده على اليوتيوب او فيديو معينة على اليوتيوب. مع الاحتفاظ بان انا حعمل بلوك للديلي موشن او لاي آآ ستريمينج ويب سايت تاني. وفي نفس الوقت برضو لو انت عايز تسامل هذا الكلام مع الفيميو ويب سايت هنبتدي نعمله برضو. هنفتح الفيميو كله. وهنعمل بلوك لفيميو معين. خلينا بسرعة نبتدي ان احنا نطبق هزا الكلام بالقاعدة العكسية لللاب اللي فات. خلينا بقى نبتدي الاول نفتح كله وبعد كده نقعد نقفل بقى في اللي احنا عايزينه. طيب خلينا سريعا نبتدي نرجع تاني على اللاب بتاعنا كده. وخلينا نخش على الجهاز الاول. وهنبتدي نختار مثلا ونبتدي نعمل واحد جديد. طيب هنبتدي نقول مسلا ايه? اه اللاو. قول. تمام? ونقول له بريفينت. مسلا بريفينت او بلوك. تمام بلوك. سباسيفك. هلو كده? نقول له يوتيوب. وهو طبعا شايف ان الدنيا كتير شوية. يوتيوب وآآ خلينا بس نعمل كده وخلاص. تمام? طيب هنعمل ايه بقى? هنبتدي نعمل اللاو لكل الكلام احنا مش محتاجين بقى اي حاجة من الحاجات دي خلاص. تعال نفصل. تعال نفصل. كل الكلام ده زي امتأكد ان ما فيش اي حاجة تانية بتأثر على الفلتر غير الحاجات اللي انت عايزة. فهنبتدي نعمل الكلام ده كله. اهو. تمام? الكلام ده. تمام? طيب. طبعا انت بتبتدي تطبقى اي زي ما انت عايز انا يهمنا بس هنا ايه حاجة واحدة اتأكد ان مفتوح. بعمل قليا وعايز تعمل المهم في النهاية مفتوح دي كل حاجة. فازن انا كده مجرد ما انا هستخدم دي هتلاقي الدنيا كلها مفتوح. تمام? اهو. دي اسمها ايه? اللاو اول بلوك سبسيفك يوتيوب وفيديو. وفيديو سوري. تمام? هنبتدي بس نخش هنا في البورسان اوبجيكت. ونيجي في الاي تي انترنت مسلا. ونيجي في دي هنقول له كده. آآ اللاو اول. خلينا نشوف اللاو بلوك سبسيفك يوتيوب وفيديو. تمام? خلاص. ونتأكد انها ديب وخلاص. الموضوع انتهى اوكي. شكرا. اوكي. انا لو رجعت وخلينا نبص كده في الجهاز بتاعنا. تمام? اهو. تعال نبص. فيميو. فتح ديلي موشن. فتح اليوتيوب. فتح الفيميو. دينا كلها فتحت معي. خلاص. طيب. انا بقى عايز اطبق ايه? عايز اعمل بلوك لحاجات معينة. انا خلاص انا فتح الدنيا كلها. انا ماشي بالقاعدة دي او بالسيستم ده. ان انا فتح كل حاجة واقف البس الحاجات اللي انا مش عايزة. طيب حبتدي اعمل الكلام ده ازاي اولا كسير. يا اما عندنا يا اما برضو هنبتدي هنا نخش في آآ فين ننزل على سيكورتي بروفايل. وهنبتدي نخش على الويب فلتر بتاعنا. فين? اهو. تمام? وتعالى نقول له الاتي. اول حاجة هنبتدي نخش هنا في اليورا الفلتر اللي عمل له انابل وقل له كريات نيو. واول حاجة هنحطها هو مسلا الديلي موشن. الديلي موشن دوت كوم. تمام? سوري. ديلي موشن ديلي موشن دوت كوم. اوكي? هنقول له ويلد كارد بلوك. وخلاص. سوري. اه ويلد كارد بلوك. تمام? اوكي? طيب محتاجين نقفل اي تاني? محتاجين نقفل مسلا اي حاجة هم قالوا لك عليها. انت مسلا از اي تي جيت في بتاعك. قال لك لو سمح. اقفل لنا كل آآ مسلا اليوتيوب او قناة آآ مسلا خاصة بالميوزيك. فعندنا مسلا ممكن نخش على اليوتيوب ونختار لنا اي قناة كده مسلا او اي تمام? هنقول له مسلا تعالى على الروتانة مسلا روتانة. خلاص? نبتدي نخش على اهو. اوكي? ممكن تاخد زي ما احنا شايفين كده بنفس المنزر ده ممكن تاخده كده وتبتدي تحطه هنا اهو تمام? وتحطه بالمنزر بالمنزر ده وتبتدي تقول له بلوك عشان تعمل له بلوك او ممكن انت تبتدي تخش من هنا اهو تيجي تخش بنفس المنزر. اوكي? وتقول له وتبتدي تاخد يعني انت ممكن اخدنا اهو تمام? نقول له بيست. طيب هل هو هيفتح قده? لا طبعا مش هيفتح فهتقول له انت ايه? دابلو دابلو دوت يو تيوب تيوب دوت كوم سبلاش تشانل تمام? والكوت بتاعه ممتاز? فتح معك روتانة اهو. عايز تاخد كده ماشي عايز تاخد كده ماشي يعني انت ممكن تاخد بالمنزر ده كده اهو. اهو. ناخد كوبي كده. وترجع هنا اهو. وهدل ما تحط يوتانا آآ روتانا آآ ميوزيك تبتدي تحط كده اهو بالمنزر ده. خلاص? وتقول له برضو بلوك والكارد. والموضوع انتهى على كده. طب احنا عملنا ايه كده? احنا قفلنا هنا قفلنا تشانل معينة في اليوتيوب. انا مش محتاجها. وخلينا نشوف اي مسلا آآ يوتيوب آآ مسلا فيديو تاني. خلينا نخش كده. ماشي. خلينا ناخد اي حاجة تانية. محتاجين مسلا تعالى ناخد كده ده. اهو. شكرا. هناخده بنفس الاسوب ده كده. نقول له كوبي. وتعالى هنا اهو بنفس المنزر ده. نقول له هنا كريات نيو وندهوله. ونقول له ونقول له بلوك. تمام? شكرا. ادي التلاتة. ده فيديو معين على اليوتيوب. احنا مش عايزينه. ده آآ ويب سايت معين احنا مش عايزينه. ده آآ معينة احنا مش محتاجينه. تمام كده? ممتاز. كده احنا خلصنا اليوتيوب. طب احنا محتاجين ايه تاني? تعال نرجع كده. نشوف احنا محتاجين ايه? سريعا كده. محتاجين بلوك ديلي موشن عملناه. قالوا يوتيوب ستريمينج وبسايت وبلوك سبسيفك يوتيوب وفيديو. تمام? اللاو فيديو فيميو. خلاص ماشي احنا عصلا عاملين اللاوه للستريمينج. هنقول له مسلا تعالى انا مش عايز مسلا خلينا حاجة كده نعرفها. فيميو تمام? كده انت ايه? خلاص خلاص كده اليو ار ال فلتر نبتاع حدريتك وانت هنا عامل اللاو. شكرا اوكي انت بس كل موضوع انت ايه هتاخد اللاو اور بولوك سبسيفك يوتيوب فيديو ده وتتأكد بس ان انت حطه هنا اهو في البوليس بتاعت حدريتك فايرول بوليسي تمام? وتبتدي بس في الفايرول بوليسي تتخش هنا وتبتدي تتأكد ان هي موجودة. تمام? اهو الاو يوتيوب لا اهو اهو صح كده ده. تمام? هو ده الو فلتر نحن نشتغل عليه دي اوكي. خلينا حتى نتأكد منه عشان برضو ايه? تبقى متأكدين ان احنا شغالين صح. آآ فين? ده مش محتاجين ده كل ده. اهو تمام يوتيوب تشانل يوتيوب فيديو وبيميسوه الصح كده. ممتاز? نقول له اوكي. وخلاص كده احنا ايه? محتاجين بس نجرب شغلنا عشان نتأكد ان شغلنا ده مزبوط. وتعالنا نروح على اي جهاز كده سريعا وتعالى نبتدي نجرب اللي احنا عملناه. تعالى نفتح اي براوزر. وسريعا كده هنبتدي نعمل ايه? على طول نكلير الكاش. دايما كده تكلير الداتا وكلير الكاش بتاع حضرتك. تمام? اوكي. وبرضو لو احنا في اي حاجة عايزين احنا برضو نستخدمه. ممكن تروح داخل في هنا. هتلاقي آآ تمام? ممكن نقول اعتقد. لا مش ممكن نقول تمام? وخلاص. ممتاز? طيب. اه تنقفل ده وتعالى برضو نفتحه تاني. وتعالى نفتح الفاير فوكس. وتعالى نشوف بقى. طيب احنا اصلا اللب بتاعنا ايه? بيقول ان اليوتيوب يفضل مفتوح. وعندنا الفيميو يفضل مفتوح. تمام كده حضرات? طيب. وايه تاني? كمان معانا الاتي يبقى مقفول. ادي لي موشن دوت كوم مقفول. تمام? ادي ادي لي موشن مقفول. ادي الفيميو مفتوح. ادي اليوتيوب مفتوح. طيب. محتاجين ايه تاني? محتاجين ان آآ لما ديجي نخش مسلا على جوجل. تمام? ونبتدي نكتب هنا مسلا روتانا. اوكي? وتعالى نعمل كده سوري. خلينا كده نكتب آآ سريعا. تمام? هنكتب هنا يوتيوب. يوتيوب روتانا. تمام? اوكي? لو انت هو فتح مسلا جوجل وعمل سيرش. ولو احنا هنا فتحنا اليوتيوب ودخل هو على السيرش بتاع اليوتيوب. وكتب مسلا روتانا. ممتاز. ادي روتانا اهيه. ظهرت في السيرش معاه. وكل بساتة بس ايه? متحتاج ان انت تعمل رفريش. يبقى انت كده الدنيا تمام. طيب عندنا ايه كمان? عندنا كمان فيديو احنا المفروض ان احنا آآ كنا حطينا ان احنا نقفله. خلينا سريعا كده نرجع ونشوف انهي فيديو ناخد بس اللينك بتاعه. خلينا نخش في فيه تمام? هنا هوت. وتعالى ننزل. خلينا نشوف اللي قاتي. فين? اهو. ناخد دا كوبي وتعالى نرجع تاني. ونبتدي نحطه هنا مسلا. يبقى احنا كده افلنا ايه? افلنا فيديو معين عن طريق ان احنا على الفلتر. افلنا معينة. تمام? وخلي بارك برضو بيبقى فيه بمعنى. يعني انت لو دخلت هنا في اليوتيوب وكتبنا هنا تاني. اهو. روتانة. ممتاز. ودخلنا هنا في روتانة. بيبقى في بقى فيديوز ولايف والكلام ده. ممكن ان انت بس تعمل كده هتلاقيه برضو افلهم. مفيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. تمام? خلي بار حضرتك هو هنا بيقفل نفسها ولكن الفيديوز بتبقى من جوه لازم ترتبط باللينك بتاعها في فاذا انت هنا قفلت عن طريق آآ آآ الفيلتر وخدت اللينك بتاع الفيديو نفسه. ولكن انت ما خدتش اللينك بتاع الفيديوز اللي جوه. فاذا انت قفلت عليه قفلت ان هو يدور قفلت يعني انت قفلت عليه آآ آآ بكل المراحل ولكن في النهاية اللي هو لو عارف مسلا ان روتانا من جوه فيها اصلا فيديو والفيديو ايدي بتاعه ده وخد نفس اللينك كده وراح حطه هنا حيفتح معنا. والحتة دي بس يعني بتبقى ادفانسد قوي وبالنسبة ليوزر يعني ايه مش هو اصلا مش هيعرف الفيديو ايدي آآ عشان يحطه ويحطه في اللينك والكلام ده واحنا بخاطر الامكان ان احنا بنحاول برضو نشوف ايه ايه الامكانات اللي احنا بنعملها عشان نبتدي نعمل كنترول لاكس لهذا الكلام آآ في كل مود مختلف فده امكانياتنا في برضو حبيت ان انا ايه افهم حضرتك الدنيا برضو بتمشي ازاي بتفصيل في هذا الموضوع. طيب احنا كده ايه احنا آآ كده اشتغلنا على اللي هو عن طريق طيب هل احنا ممكن نعمل الكلام ده عن طريق ان احنا مسلا آآ القسم آآ طبعا موجود يعني ده ده تاني وهتلاقيه موجود عند حضرتك وانا حطيتقول لك اصلا في آآ وفي البرزنتيشن هتلاقي الكلام ده موجود سهو ادي مثلا عن طريق وفي نفس الوقتة برضو لو انت عايز تطبعه عن طريق موجود اهو نفس الكلام ان انت هتبتدي بس ان انت اهو هتعمل لوحدة جديدة وتبتدي تحط فيها بقى كل اللي حضرتك عايزه زي ما حضرتك شايف بالمنظر ده تمام وبعدين في النهاية هتبتدي ان انت تاخدها من هنا وفي نفس الوقت يبقى انت عامل او الاول للستريميج ميديا والداولود وبالتالي هتطبق معاك ما فيش ادنى مشكلة وطبعا بتختارها في والموضوع انت على كده عايز تجرب هذا الكلام ما فيش مشكلة ولكن انا شايف ان احنا ايه ما هو الا تكرار نفس الكلام باسلوب اخر مش اكتر من كده تمام لكن برضو خلينا ايه اوريك برضو الكلام ده لو هو في اي سريعا كده لو دخلنا فين لو دخلنا في ماشي ده خلينا ممكن نكون شوف لو لا احنا مش محتاجين ده اهو ممكن نشوف ده كده طيب بص يا سيدي اهو خلينا نشوفه طبعا احنا عملنا من هنا وخلاص والموضوع انت على هنا وبعد كده بتبتدي تفتح تحط وتحط وتحط هذا الكلام ممتاز وبعد كده الفيميو ادي مسلا الفيميو اهو احنا برضو ما جربناش ده خلينا نشوف برضو الفيميو ده خلينا نشوف الفيميو اعتقد كان الفيميو على هو اللي كان خلينا نجربه برضو نسينا نجرب هزا الكلام ماشي ممكن نقول له ممتاز قف له هوك بقى كده احنا اصلا كل اللي احنا عملنا قبل كده المهم نكمل كلامنا بقى في فانت بكل بساطة هتلاقي اللي اهو ادي الفيميو ده مسلا فيميو اه اه فيديو معين على الفيميو ممكن انت حديك بتحطه بنفس الاسلوب خلاص نفس الكلام برضو لو انت عايز تحط بتاع التسوفوس اتس اوكي عايز تحط بقى وخلي بقى ممكن انت هتحطها بالاسلوب ده تمام وممكن برضو زي ما قلت لحدك ممكن تحطها اه بنفس الكلام بنفس المنزل ده بسلاش سلاش سلاش آآ اي دي فيش قدنا مشكلة تمام وده برضو الفيديو تمام نفس الكلام بتاخده ماشي وتبتدي تحطه في بتبتدي بقى تختار اللي هو تبتدي تطلع هنا في الوب فلتر وتبتدي مسلا لو احنا آآ فين اللي احنا كنا عاملينه اهو تمام وتبتدي تختاره من هنا اللي هو هتقول له من هنا اهو اهو احنا عايزين نعمل ايه بقى في الموضوع ده نبلوك ولا نقلاه لا طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل بلوك فعمل بلوك وفي نفس الوقت تتأكد اللي انت فتحه هنا بقلاه او مونيتور ما فيش مشكلة تعمل له قلاه او مونيتور وتقول له اوكي طبعا ان انت بتقفل الفلتر من هنا والموضوع متاع ده التاني يا جماعة للآآ تاني لاب احنا كنا شغلين فيه فيه اهو اللي احنا كنا بنتكلم فيه لزي ان احنا نقدر ان احنا نعمل الاتي نبلوك ديلي موشن نقلاه ويوتيوب ونعمل بلوك لسپاسيفك يوتيوب تشانل او سپاسيفك فيديو ونفس كلام بالنسبة لفيميو نقلاه الفيميو ونبلوك سپاسيفك فيميو تشانل او فيميو اي آآ فيديو نفسه فيش ادنى مشكلة احنا شفنا هذا الكلام كلام ده موجود زي ما قلت لحضرتك عن طريق الفلتر ممكن تستخدمه او عن طريق تعال بقى نشوف ايه تاني معانا النهاردة غير الكلام ده احنا كده خلاصنا البروفايل بيز نخش بقى على البروكسي بيز تمام تعال نشوف البروكسي بيز معانا كده سريعا طيب احنا عندنا في البروكسي بيز بيزهر معانا حضرات صراحة الفيديو فيلتر بروفايل هنا تقدر ان انت عن طريق البروكسي ان انت تستخدم الفيديو فيلتر بروفايل طالما انت في الفيتشر في زي بيلتي مفاعله دي نمرة واحد نمرة اتنين نفس الطريقة القديمة اللي احنا اشتغلنا فيها الخاصة نفس كلام انت ممكن تعمل هذا الكلام وتبتلي تشتغل بها برضو ما فيش قد مشكلة معك ممكن ان انت تستخدمه وفي في البروكسي يعني انا يعني مني ان انت لو عايز تزبط الدنيا اشتغل في البروكسي يعني انت ممكن في تقفل بقى بالفيميو والكلام ده والديلي موشن اشتغل بالويف فلتر وتيجي عنده اليوتيوب حاول ان انت تكون في تستخدم مسلا الفيديو فيلتر بروفايل افضل بكتير في والدنيا فيها في موضوع الفيديو فيلتر بروفايل ممكن تقفل فيديو كاتيجوريز اللي حضرتك مسلا عايزها او تفتحها او غيره تمام وفي نفس الوقت بعد كده ممكن ان انت بكل بساطة تعمل مسلا او 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 رايد لشانل معي. تعال نشوف اول لاب معانا في البروكسي تعال سريعا كده نبتدي نشوف مطلوب اننا ايه. طيب اول لاب معانا او اول ازاي ان احنا نبتدي نطبق الفيديو فيلترينج عن طريق الطريقة القديمة بتاعتنا بتاع الويب فيلترينج العادي تمام? نبتدي ان احنا نشتغل عن طريق البروكينج الاول ونبتدي ان احنا نقل لبعض يوتيوب او يوتيوب فيديو او زي ما شفنا في اللاب اللي فات او مسلا فيميو آآ آآ فيديو نفسه. وفي نفس الوقت برضو حنبتدي نزود حتة كده اللي هي بتاع او لفيسبوك فيديو. يبقى النهاردة ان شاء الله في اللاب ده بتاع البروكسي وده من الحاجات المهمة جدا في المحاضرة فركز معي في الحتة دي الله يكريمك. فبكل بساطة هنبتدي ناخد كده لان الحاجات دي فيها يعني خطوات كتيرة شوية. فواحدة واحدة كده هنركز مع بعض ونشوف اول محتاجين مننا ايه? نعملها وبعدين نخش على البعض. اول حاجة هنبلوك اليوتيوب يعني من الاخر هنبتدي بلوك التالتة عن طريق الويب سايد. تعال نخش كده. وتعال نرجع للجهاز بتاعنا فين الجهاز بتاعنا. اهو. هنبتدي نخش على تمام? وهنبتدي نخش في الويب ونقول له وحنقول له بروكسي. نقول له كده بروكسي بيزد. آآ بروكسي بيزد آآ نقول مسلا لاب وان بروكسي بيزد لاب وان. ممتاز. هتختار من هنا البروكسي طبعا وبعد كده هتتأكد ان انت في اللوكال الكاتجوري ما فيش حاجة انت محتاجها. فكل ده هنعمل له كل ده هتعمل له مش محتاجين الكلام ده. اهو. ممتاز. دي سيبل. دي سيبل. ممتاز. وحنيجي بقى على هنا فين? الستريمينج. الستريمينج كده سريعا ادي الستريمينج. وحنعمل له بلوك. ممتاز كده خلاص احنا قفلنا كله. طب محتاج من ايه تاني بقى الاستاذ ده. دعال نقول له بقى قال لك. طيب. خلينا الاول نعمل قال ولاول . عايز يوتيوب خلينا مسلا في الفورتينيت. فناخد مسلا بتاع الفورتينيت. وان بتادي نفتح نوع انواع الناس عايزة مسلا في بقيتية تتعلم في فحنبتدي نفتح لها اليوتيوب بتاع نعمل الكلام ده ازاي بص اسيد اولا ما بدأين لازم تاخد بالك من حاجة ان اه مسلا اليوتيوب عشان يفتح فيه طالما تعمل بلوك القول وقاف اليوتيوب وعايز تفتح حاجة معينة مش هتفتح اه حاجة واحدة يعني مفعش مسلا اقول له اللينك فقط لغير زي ما احنا كده شوفنا في الفيميو وفي وغيره برضو اليوتيوب ولكن اليوتيوب محتاج حاجات كتير شوية تمام طبعا انا اتذكر لك الكلام ده ما فيش ادنى مشكلة فخلينا كده ايه حنزود واحدة واحدة مع بعض سريعا برضو ولكن الكلام ده انا اه ما ايدهولك وحطولك وكل حاجة فيعني ايه ما تشغلش بالك اكتر من انت تتفرج بس انت بتعمل الكلام ده ازاي طيب مبدئيا حضرات هنبتدي نخش مسلا اول حاجة عشان في اليوتيوب هنقول له مسلا انا القاتي نقول له يوتيوب ماشي سلاش اس هنقول له اه الوايلد كارد ونقول له ماشي مش محتاجين حاجة تاني شكرا هنقول له بعده هو تقريبا اتناشر واحد هنقول له ايه دي تمام دابل كليك دابل كليك تمام ايه دي دابل كليك عشان بس لو فيه غلط في ممكن يبقى فيه مشكلة بعد كده دابل كليك تمام قول له والكارد قولك زيبا تمام مفيش مشكلة هنقول له واني بتدي نقول له يوتيوب يوتيوب دوت كوم على يوتيوبي ممتاز هنقول له برضو بالكارد زي بتماشي مفيش مشكلة هنقول له تاني كريت وحنقول له يوتيوب تمام دوت كوم خلاص وبرضو والكارد زيبا تماشي وحنقول له جوجل فيديو جوجل فيديو بيبقى فيه اتنين يعني انت ممكن تتعط الاتنين يعني فيه جوجل دوت فيديو بالمنظر ده كده آآ ودوت كوم خلاص نقول له برضو والكارد وفيه واحد تاني اللي هو جوجل فيديو على بعض نقول له كده جوجل فيديو دوت كوم مفيش مشكلة برضو نزودها عندينا حاجة اسمها الجي ستاتيك نقول له جي ستاتيك ستاتيك سوري جي ستاتيك دوت كوم وحنقول له وايل كارد وايجزيمبت تمام خلاص ومحتاجين ان اعنا نكرت واحد تاني نقول له يوتيوب دوت كوم ممتاز يوتيوب يوتيوب ممتاز يوتيوب تمام سلاش سلاش بلايجزيمبت وايجزيمبت تمام هلو كريت نيو هلو يوتيوب دوت كوم يوتيوب دوت كوم سلاش اس سلاش ديسك توب تمام ويلد كارد برضو وحنقول له كمان كريت نيو هم تعريبا اتناشر يوتيوب دوت كوم سلاش اه اي بي اي 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 دا ما بنكونش بس بنغلط في اي اي زبنجبنش دنيا هنقول له برضو يوتيوب 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 دوت كوم جاباسكريبت ماشي محتاجين اعتقد آآ فاضل الواحد كمان اللي هو اليوتيوب يوتيوب دوت كوم الجينيريت جينيريت امتين واربعة تمام? اعتقد كده الدنيا تمام خلينا نعدهم كم واحد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اعتقد اتناشر هو تمام هم اتناشر خلاص كده تمام دي حاجات اساسية قبل ما انت بقى لا تقول له انهي يوتيوب ولا يوتيوب فيديو ولا اي حاجة الحاجات دي الاول لازم تعملها بنفس المنظر ده وبعد كده بقى تروح محاطة اليوتيوب اللي حضرتك عايز فاحنا هنقول له والله مسلا بتاع الفورتينيت فعايزين نجيب بتاع الفورتينيت نجيبه ازاي برضو نفس الكلام يما هنقول له هنا يوتيوب فورتينيت بالمنظر ده تمام نخش على الفورتينيت اهو نروح واخدين ده نفس المنظر كده مش محتاجين بس كده اكتر من الحتة دي بس فقط لغير وهنبتدي نروح حطنا هنا وبرضو هنقول له خلاص تمام شكرا ممكن تعطيها برضو بنفس الاسطوبة زي ما قلت لك اللي هو فورتينيت اللي هو حضرتك عايز تمام محتاجين حاجة تاني محتاجين نشوف مسلا اي يوتيوب آآ فيديو تاني مسلا خلينا آآ نشوف كده تمام خلينا ناخد ده مسلا خلاص ايدي اهو شكرا محتاجين بس ايه نحطه هنا قلوه الكارد امام خلاص كده احنا ايه خلصنا قصة اليوتيوب تشانيل واليوتيوب فيديو حلو كده تعال نرجع ونشوف هو محتاج من هنا ايه تاني قال لك طيب لوك وإحنا عملناه قال له اسباسيفيك فيميو تشانيل او فيميو ايدي ماشي ده سهل او بسيط طيب نعمل الكلام ده ازاي بص بقى سيد هنقول له وناخد بقى الحاجات بتاع الفيميو اول حاجة في الفيميو لو تفتكروا كان ايه كان الاي بي اي ولا مناخد كده نقول الاي بي اي دوت فيميو دوت كوم ممتاز نقول له تمام شكرا ادي اول حاجة في الفيميو تمام برضو الحاجات الفيميو دي يا حضرات نحطها كده قبل ما انت بتقول اصلا انهي فيميو هتفتحه تمام نقول له بلاير تمام دوت فيميو دوت كوم ونقول له والكارد نزيم تمام هنقول له كريات نيو الفيميو سي دي اين بتاعنا دوت كوم. اوكي. عندنا الفيميو نيكست فيور. نقول له فيميو. دوت كوم. آآ نيكست فيور اعتقد نيكست. آآ ايوة راح كده. ممتاز. اعتقد كده تمام. كده احنا خلصنا القصة التانية طب محتاجين بقى ايه محتاجين بس نحط كمان الفيميو اللي هيفتحه فهنقول له فيميو دوت كوم على الفورتينت برضو. ماشي فيش مشكلة. خلاص? هايزين نفتع على تشانل تاع الفورتينت على الفيميو. اوكي. طبعا انت لو عايز بقى تحط تشانل نفس الكلام انا احنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني خلاص. فيش مشكلة. احنا كده خلصنا الفيميو. حلو كده? حلو. دعنا نرجع تاني. محتاجين ايه بقى? آآ بريفانت او بلوك خليها بلوك احسن. بلاش بريفانت دي. خلاص بلوك آآ ودي برضو بلوك. خلينا نقول كده بلوك. خلاص. بلوك آآ فيسبوك فيديو. طيب بص بقى سيدي. عشان اعمل بلوك الفيسبوك فيديو فانا عايز الناس كلها تستخدم الفيسبوك بس تقفل عليها حاجة معينة بس هي الفيديو صح? طبعا نعمل كلام ده ازاي اقول لك انا. تعال نرجع للجهاز تاني. وتعال هنا في فين بقى? اهو. تمام? احنا مش محتاجين اكتر من كده. اما نخليه اللاو. عايز تخليه ما فيش مشكلة برد. ممتاز? وتعالى بقى ايه? ننزل تحت هنا شوية كده. ونيجي نضيف له حاجة بس هنعمل لها بلوك هي ايه? الفيديو فقط. الفيديو فقط لغيه. طب هنضيفه ازاي? هنقوله كده فيديو. آآ لصة انا مش فكره تقريبا خلينا آآ نرجع كده. خلينا نشوفه. هو ده اعتقد فيديو آآ تمام? آآ فيديو اتش بي اي وان اتش بي اي وان. تمام كده? آآ داش وان اعتقد. آآ اكس اكس. خلينا نرجع له تاني. آآ اكس اكس تمام. دوت. اف بي آآ سي دي ان. دوت نت. اعتقد كده صح? خلينا نشوفه كده. وخلينا برضو ناخده كده ونحن اخده كوبي. وتعالى نحطه عندنا هنا. تمام? فيديو اتش بي اي وان. تمام? وان دوت اكس اكس. اف بي سي دي ان دوت نت. ممتاز كده. خلاص? طيب ده هنعمل له ايه بص باشا? ده هنعمل له بلوك. مش محتاجين حاجة كتر من كده. هنعمل له بلوك. وخلاص عشان قصة الفيسبوك. تمام? محتاجين حاجة تاني? شكرا اوكي. كده احنا ايه? خلصنا اللي احنا عايزينه في الويب فلتر بتاعي. طبعا انت بقى لو عايز تعمل نفس الكلام يعني هحاول برضو ايه? يعني آآ نلقي نظر كده سريعة. بس كل اللي انت عملك وده هتحطه في وحنشوف برضو هحاول ان انا ايه اورها لك. وطبعا انا هتترك برضو يعني في الماتيريال. خلاص? خلينا نرجع تاني كده سريعا احنا خلصنا كده الويب فلتر. تعالى بقى ايه? نبتقي نشوف هنعمل ايه. هل هنخش على قال لك لأ لسه فيه حتة صغيرة كده رازم نزبط. ايه هي? لو تفتكروا الكيو اي سي اللي احنا خدناه في الاول كده وقعدنا نتكلم فيه بكل بساطة في بداية المحاضرة. وقلنا يا جماعة ان الكيو اي سي ده بنستخدمه دايما في والكلام ده. حضرات بيقلاوه. يعني بكل بساطة خلينا بنخش فين الابليكيشن كنترول. اهو. بص يا جماعة. اه يعني انت لو دخلت اصلا على الديفولت. اوكي? هتلاقي اصلا بيقلاوه كيو اي سي. وبالتالي فهو اه مدام بيقلاوه فهو مش هيقدر ان هو يعمله يعني. خلاص? فعشان انا خليه يتعمل له عن طريق الاساس الفة بكل بساطة هنبتدي اقول له بلوك. طيب في هذه الحالة انا رمعمل له بلوك. ايه اللي هيحصل? خلاص هيبتدي اليوتيوب بدل ما يستخدمه كيو اي سي. يرجع ليه العادي بتاعه ويبتدي وبناءا عليه هذا الكلام يبتدي ان هو يطبع عليه بقى اللي هو الفلتر بتاعي. خلاص? فمحتاجين بس ان انت كل ان انت هتعمل وتنزل على عايز تعمل كريت نيو اتس اوكي. عايز يعني انت تخش هنا وتعمل كريت نيو وتنفذ اللي احنا بنعمله اتس اوكي. عايز ان انت تخش على اي واحدة فيهم مسلا من اي حاجة بليه ويتبتدي بس تعمل ايه ويتبتدي تروح داخل من هنا. وكل الموضوع اللي انت هتقول له في بالمنزر ده. خلاص? هروح ازاهر لك كل خلاص? هتروح واخدهم كده. وتبتدي تعمله تمام? خلاص? اه سوري بلوك. خلاص? ده هنعمل لهم بلوك تاني اهو. بالمنزر ده. ممتاز اهو. هتعمل لهم بلوك. خلاص? طيب. ايه اللي هنعمل لهم دول? ايه دول بقى? هتخش بكل بساطة برضو وتروح كاتب له يوتيوب. اهو يوتيوب. ممتاز? تاخد في اليوتيوب الحاجات دي ويتبتدي تعمل لها واكتر من كده ما فيش شكرا سلام عليكم. اوكي? وانت كده ايه? عملت عشان بس نبلوك الكيو اي سي عشان ان هو يبتدي يعمل بالاسلوب الصحيح. ويعمل بس لليوتيوب سواء يوتيوب والكلام اللي احنا شايفينه قدامنا ده. حلو كده? حلو. زي الفل. اعمل اوكي? هتطلع بقى على ايه? على البوليسي بتاعتنا. البوليسي الكريمة هي. فلول البوليسي هنخش مسلا في ايه? او خلينا بعد الاي تي انترنت. خلينا نخش على الاتش ار. ماشي. وحنبتدي نجرب على اي جهاز اول حاجة طبعا هتعملها بروكسي. ممتاز? دي اول حاجة. طبعا انت بتحط باللوكال انترفيز والكلام ده. بيش قده مشكلة. هتقول له بروكسي. وننزل هنا في البروكسي دي ناتينج خلاص. وعنيجي هنا في الوب فلتر وهنبتدي نختار الفلتر بتاعنا. تمام? طب احنا كنا آآ مسمينه ايه? احنا ننسينا اسمه. خلينا كده سريعا نرجع. احنا ايوة بروكسي بيز دي لاب وان. ممتاز? تعالنا نرجع بقى. اهو. هنقول الاتشو ار. خلاص. وآآ بروكسي بيز اهو. هنقول له هنا في الوب فلتر. بروكسي بيز لاب وان. بروكسي بيز لاب وان اهو شكرا. تمام? وحنيجي هنا في الابليكيشن كنترول هنختار اللي انت عامله سواء ديفولت او غيره زي ما حضرتك عايز. تمام? هنا ممكن تعمل تمام? مش محتاجين حاجة تاني. اوكي. شكرا. اوكي. تمام كده? وتعالا بقى ايه? نروح لاي جهاز من الجهازة بتاعتنا. خلينا كده. فين جهاز الاتشو ار? تعالى نشغل بقى جهاز الاتشو ار ونرايح الراجل بتاعة اي تي ده شوية. تمام? خش عليه كده سريعا. تعالى بقى نفتح اي حاجة فيهم. وتعالى نتاكد ان معانا نت على الجهاز ده. ممتاز معانا نتا هو تعالى هنا طبعا ممكن نقول له بس الايه? الاتش ار وان. قل له كونتينيو. وتعالى هنا في الفير فوكس. كل الموضوع ان احنا هنقول له هنا في السيتنج. هنا كلير كاش. تمام? وعنقفله. تمام? خلاص? وتعالى نشوف بقى. طيب احنا اليوتيوب قفله. ممتاز? شكرا. ايه تاني? الفيميو دوت كوم? قفله. شكرا. الديلي موشن? شكرا مقفول. طيب. محتاجين بقى نجرب ايه? الحاجات بقى اللي احنا عملناها. فحنقول له مسلا هنا فيه نقول له جوجل مسلا. اهو. وهنقول له اه يوتيوب خلاني نجرب اليوتيوب الاول. يوتيوب فورتينيت. ممتاز? ادي اليوتيوب فورتينيت. تعالى نشوف كده. ادي اليوتيوب فورتينيت معنا هو. تمام? تعالى نخش على اي حاجة فيهم. الدنيا شغالة معاك هي مفيش ادنا مشكلة. ادي اليوتيوب اشتغل يوتيوب تشانل اللي احنا كنا حطينه. طيب محتاجين ايه تاني كم معنا اا فيديو كده? اعتقد هو ده. تعالى ناخده كده. وتعالى نرجع هنا. ونشوف هلها يفتحه? تمام? اهو. في الصوت. الدنيا مع حضرتك هيش اشتغلت تمام. خلاص. احنا بقى برضو محتاجين بس نبص ادي ايه اليوتيوب اهو. انت طبعا اي اسلوب تاني ان انت تفتح باليوتيوب خلاص هو اقفلهو لك يعني. يعني تكتب بقى في جوجل تكتب بتاع يعني هو خلاص هو اقفل لك الدنيا كده يبقى كده الدنيا صح. طيب خلينا نشوف بقى الفيميو اللي احنا مسلا محتاجين ان احنا ايه اه سريعا كده. هنقول له فيميو. دوت كوم. آآ سلاش فورتي نت. تمام? اهو. ماشي ممكن تشغل اي حاجة فيهم. اهو. تمام? شغل معاك اهو ما فيش قدنا مشكلة. تمام? عندنا ايه تاني? لو انت قلت له مسلا فيميو. دوت كوم آآ لسوفوس مسلا. قفلوا. يبقى كده الدنيا تمام. تعالوا نشوف بقى قصة الفيسبوك. تمام? خلينا نخش على الفيسبوك كده. طبعا محتاجين اكاونت. فادوني بس ثانية كده. ندخل له اكاونت. تمام? فتح معانا الفيسبوك وهوت. محتاجين بس نبص على اي فيديو كده. بص حضرات اي فيديو حضرتك حتشوفه اهو. هتلاقي مكتوب له ممكن ان انت ايه? يعني خلينا نفتح دنيا شوية كده. ممتاز? هتلاقي اي فيديو بقى اي فيديو بالمنزر ده حضرات. اي فيديو هتلاقيه مسلا طول ما انت ماشي بالمنزر ده اهو اهو. تمام? هتلاقيه دايما بالمنزر ده خلينا نشوف اي فيديو تاني كده سريعا. اهو. نفس المنزر ده كده هتلاقي كل معك انت قفل عليهم كده اليوتيوب فيديو. مقفول عليهم كل اليوتيوب فيديو. تمام كده حضرات? طيب خلينا كده سريعا بقى نرجع تاني. تمام? اهو. تعال نشوف بقى ايه? ايه اللي فضل لنا تاني? طيب احنا كده فضل لنا الفيلتر بروفايل اهو. فيديو فلتر بروفايل. ايه بقى قصة الفيديو فلتر بروفايل? بص حضرات يعني اي حد حتى نفسها لما هتلاقيها بتشرح الفيديو فلترينج هتلاقيها على طول على موضوع الفيديو فلتر بروفايل على اساس ان دي الامكانية اه الخاصة بان انت تعمل كنترول من اكسل الفيديو. اه لكن طبعا احنا شوفنا النهاردة ان احنا ممكن برضو نستخدم الفيلترينج وده شيء طبيعي ومنطقي. هل هم مش عارفين? لا هم طبعا عارفين وكل حاجة بس هي الاسة كلها هو بيدخلك على الفيديو فلترينج الصريح اللي هو عامله. تمام? لكن طبعا انت اه في ايدك ان انت تستخدم وتشتغل زي ما حضرتك عايز. طيب ايه بقى قصة الفيديو فلتر بروفايل? في الفيديو فلتر بروفايل هو بتقول اول حاجة لازم تكون انت شغال لازم تكون عندك اس اس ال دي بانسبكشن في البوليسي بتاعت حضرتك في الفايل والبوليسي عشان انت بتدي تزبط الدنيا. طيب الفيديو فلتر بروفايل بيخلينا اعمل ايه? قالك بص انا عندي فيديو موجود تمام? طيب انا اممكن استغل لهذا الكلام ان انا اقفل الكاتيجوري اللي انا مش عايزها وابتدي افتح الكاتيجوري اللي انا عايزها. بمعنى انا مسلا عامل اكتر من بوليسي بوليسي لادارة الاتش او ار بوليسي لادارة مسلا ادارة السوفتوير ايا كان بقى بتاعك والادارات اللي موجودة عند حضرتك او بكل بساطة هتبتدي تفتح لهم الكاتيجوري بس اللي هو محتاجها. تمام? محتاج كاتيجوري كزا محتاج كاتيجوري كزا. ده طبعا هيوفر لك كتير جدا في ان انت في نوع انواع الفليكسابيلة ان انت تفتح تجري واحدة فقط بتاع او وتقفل بقى الانترتينمند والكلام اللي احنا مش محتاجينه ده كله فانت كل الكلام ده طبعا تقدر انت تزبطه في الفيديو والحتة دي مش موجودة في اي حاجة من طبعا من قصة اللي احنا كلنا من الكلام فيه. تمام? ده اول حال. نقطة تانية ممكن ان انت تبتدي تعمل وتبتدي ان انت لو قافل كل الدنيا تبتدي تفتح تشانيل معين. تمام? كلام ده موجود برضو وما فيش ادى مشكلة عشان ابتدي ان انا استخدم هذا الكلام. طيب حاجات معينة لازم تبقى حضر لك فاهمة. اول حاجة ان انا عشان ابتدي استخدم الفيديو فلترينج بروفايل واستخدم في لازم تبقى حضر لك عندك اه بكل بساطة معك عشان تبتدي ان انت يعني تستغل هذه الفيتشورز وتبتدي ان انت تستخدمها. طيب النقطة تانية في بعض اساسية لازم ان انت تكون عارفها. احنا قلنا لسه من ها كزا واحدة منها ان انت اه بروكس بيز اللي انت تبقى شغال بروكس بيز لازم تبقى او ديب انسبكشن يبقى فيه وطبعا اللي احنا لسه ايدين عليها. خلاص? طيب عشان استخدم هذا الكلام زي ما قلنا عندنا وعندنا برضو الفورتي جارد كاتيجوري بيز فلتر. الاتنين انت ممكن تستخدم هذا الكلام. الفورتي جارد فيديو كاتيجوري. ده خاص بالفورتي جارد. مسلا هو مزبط لك كاتيجوريز خاصة بالفيديو. مسلا ايه? حطت لك مسلا اه زي ما احنا عنشوف البيزنس آآ كل الكلام ده هو حطت لك عندك حداشر آآ آآ خلي بالك احنا كان عندنا في اليوتيوب خمستاشر. فالحطة دي برضو ايه? يعني انا حفاهمك في بعض الحين في بعض اللغوات في الحطة دي. آآ انا حبقى فاهمها لك يعني احنا بنشتغل في اللاب بتاعنا. لكن اللي انت اللي انا عايز اوصله لك يعني بكل بساطة ان هنا عندك حداشر. طبعا كل كاتيجوري خاصة بحاجة معينة. او آآ مجال اهتمام معين زي ما قلنا الجيمز النيولوج لايف آآ الميوزيك النيوز. ايا كان هذا الكلام. طبعا هتلاقيهم هم موجودين. وعندك اكتر من اكشن ممكن تاخده اللاو او مونتور او بلوك. اللاو بتالاو الكاتيجوري بتاعك. بتعمل للكاتيجوري بيعمل اللاو بس تمام? والبلوك بيبتدي يقفل الكاتيجوري بتاع الفيديو اللي حضرتك عايزة. خلاص? طيب. اهم حاجة بقى في الموضوع ده ايه? ان انت لازم تكون مفاعل في الفورتيجوري اكس مود. تمام? طب الكلام ده ما نفعله ازاي? بكل بساطة تقول له زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالنفس المنظر ده حضرات اهو. تمام? وتقول له وخلاص عشان يبتدي بس ايه? يوصل خلاص? تمام? دي حتة لازم تبقى حضرك عارفة. بايت فولت يا جماعة الاكشن في الفورتيجوري بس فيلتر في بتاعه بيبقى بتاعه مونتور. ولكن اه اه ممكن حضرتك ان انت عن طريق الجيوي اه ممكن ان انت تغيره. ممكن مسلا تخش في جيوي وتبتدي تقول له بقى اه اه انهي اكشن يبقى الديفولت بتاعه. وطبعا هو بيلجأ الديفولت اكشن ده في حالة ايه حضرات? في حالة ما انت كل الاكشنز اللي مش موجودة بالنسبة لك ما حصلهاش مااتشنج او انت عمله فانت بقول له بساطة في هذه الحالة اه بيبتدي هو يبص على خلاص? طيب. اه ممكن نعمل الكلام ده في جيوي وممكن نعمله في زي ما احنا شايفين قدامنا بنفس المنزر القدامنا ده كده. تبتدي تخش. وتقول له بقى وتبتدي بقى تختار بتاع وتقول له الديفولت اكشن على الديفولت اكشن اللا ولا 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 وتبتدي خلاص تقول له الديفولت اكشن وتقول له لو انت عايز تعمل وخلاص والموضوع انتهى على كده. خلاص? طيب. اه في بقى بكل بساطة لو انت مسلا زي ما قلت لحضرك عامل وعايز تفتح تشانل معينة في اليوتيوب. خلاص? فانت حضرك بتاخد فقط لغير وتبتدي تحطها مش مش هناخد اللينك طبعا لان ده مش فلتر ولا غيره. تماما فحناخد بس وعندك تلاتة اكشن. ايه هو ما? اللاو ومنوتر وبلوك. ممتاز? بتبتدي تختار مسلا اللاو ومنوتر لو انت عايز ان مسلا تشانل دي تتفتح وانت عامل للكاتيجوري مسلا. طيب لو انت بقى يعني فاتحه كاتيجوري وعايز تقف المعينة ما فيش مادة مشكلة في هزي الحالة هتبتدي تختار البلوك. طيب تعال نبص كده سريعا حضرات بتاع الفيديو فلتر بروفايل بتاعه. طيب الحضرات الفورتي جارد كاتيجوري بيس فلتر واليوتشوب تشانل اوفرايد. الاتنين. ممكن انت تستخدم اي حاجة فيهم عشان تبتدي تعمل كنترولينج للاكس بتاع حضرتك. بمعنى ممكن اخش على الكاتيجوري وقال لها بلوك. او اخلوها قال لها. خلاص. تمام. ممكن انا استخدم ده واستخدم اوفرايد مع بعض. اه. وممكن انا استخدم الفيديو الفورتي جارد كاتيجوري لوحده. اه. ما فيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. تمام? يبقى ازا يا اما تستخدم هما الاتنين ما بعد لو انت بتاعك ان انت عايز حاجة كده. او لو انت عايز تقفل الكاتيجوري بس ما فيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. طيب امتى بقى الفيديو بيتقفل? بص يا سيدي. لو انت قفل الكاتيجوري معينة مسلا. خلاص هنت كلم مسلا كاتيجوري اسمها مسلا. تمام? وانت مسلا فيديو اللي انت بتفتحه من ضمن خلاص? طيب. هنقدر ان احنا نقفله اه طبعا هتقفل الكاتيجوري بتاعه فهيتقفل ويتقفل مع بتاعه كل حاجة. تمام? تمام? طيب امتى تاني برضو يتقفل? قالك بص لو انت عامل قلاو فوق وجيت تحت في الاوفرايد وعملته بلوك برضو هيتقفل. يبقى ازا عندنا حالتين اللي هيحصل فيها بلوك للفيديو. يا اما انت حضرتك عامل قلاو في الكاتيجوري وقافل في الكاتيجوري بتاعه دي نمرة واحد. نمرة اتنين لو انت قافل الكاتيجوري اصلا يبقى في هذه الحالة برضو هيبتدي ان هو يعمل بلوك. طيب اول حاجة بيبص لها ايه? يعني هو بيبص الاول للتشانل اوفرايد ولا بيبص للكاتيجوري? قالك بص انا اول حاجة هبص فيها الاول للتشانل اكشن. هبص للصغير ايه هو? للتشانل اوفرايد. اشوف للتشانل اكشن ايه? الاكشن بتاع للتشانل ايه? وهبتده طب ما عملش ماتشن للتشانل اكشن او ما لقاش اصلا اي حاجة تخصها. يبتدي اطلع فوق ويبص فين? في الكاتيجوري نفسها في الفيديو اكشن. هيشوف هل حصل بالنسبة له ولا لأ? والله لو حصل حيبتدي يطبق. يبقى ازا في الحضرات عشان اطبقه لازم تبقى فاهم ان هو بيبص في وبعد كده بيبتدي يبص في الكاتيجوري اكشن. طيب ما فيش في ده ولا في ده. خلاص هو بيبتدي يشوف الديفولت اكشن ان حضرتك هتطوله ايه? وبيبتدي ان هو يشغل هذا الكلام على الديفولت اكشن. طيب. البيهيفور زي ما انا لسه كنت بقول لحضراتكو يمكن اه في من اول سبن بوينت او بوينت سكس لحد سبن بوينت او بوينت فور. يعني اه ممكن نقول برضو سبن بوينت او بوينت فايف. كان اه الديفولت بيهيفور ان انت لازم تدخل الABI في اللازم تخش عشان تعمل تقش في والS Maj وتقول له عشان تبتدي تعمل هذه الكلام. فلازم اه لازم تعملهم عشان يبتدي هو ياخد الاكشن ليبص الاول في و primitive. تمام? فلازم تخش انت الاول وتقول له وتقول لك بال commanded ti عشان تبتدي انا يعني يبص الاول في طبعا الكلام ده انا هتطول لك ولكن الكلام ده في لحد خلاص 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 بكل بساطة بتقول لكم فيديو فلتر يوتيوب كي وزقلت لحضرتك ده لحد خلاص طيب ما بعد ذلك واعتقد الناس دلوقتي وصلت الناس كلها بتعمل الاجهزة بتاعتها الفيروير اللي شغال عليها في هذه الحالة حضرات بيه ينطبق علينا الكلام اللي احنا لسا قيلين وايه هو بيبتدي يبص الاول اول حاجة يبتدي يبص فين يبص ثم يبتدي يبص بعد كده فين في آآ آآ الخاص بالكاتجوري ولكن الكلام ده بيتم من غير بقى ما تخش ولا تقول اصلا مسلا ولا غيره ما فيش حاجة اسمها الكلام دي يعني ما بخشش بقى انا وبتدي اقول له ما فيش حاجة اسمها هو اصلا خلاص بقى نفسه وهم زباطوا الدنيا بحيث ان ايه تخش على طول يبتدي يبص هو في التشانل اوفرايد الاول ممتاز وانا اذكرتك الكلام ده هو ان هو سيت اوفرايد كاتجوري انابل تيو الاهو قال لك شاله خالص الموضوع انتهى وحط ادخولك في الجيو هاي قال لك الديفولت اكشن بتاعي اللي احنا كنا لسا بنتكلم فيه الديفولت اكشن كان الاول في الديفولت اكشن كان ان هو بيحطه لك فيه فيديو فيديو فيلتر الفيلتر تمام خلاص طيب قال لك بقى احنا شناه من آآ ونقلناه للفيديو فيلتر بروفايل ممتاز يعني ده نفس الكلام يعني آآ اللي انا لسا اقلوه لك ان هو بيبص الاول في التشانل وبعد كده بيبص في اللي بعده يعني ما فيش اي اختلافات عن الكلام اللي احنا لسا تذكرينه لحضرتك كل موضوع بس ان هو ايه حتة بقى موجود في جيو اي وخلاص وانت لو عايز تخلص تغير في الديفولت اكشن بتخش في مكان تاني وقلت وحضرتك المكان القديم والمكان الجديد فالموضوع انتهى على كده طيب تعال لنشوف بقى الفيديو فيلتر بروفايل بيشتغل ازاي طيب اول حاجة عشان نبتدي نشوف الفيديو فيلتر بروفايل بنشتغل ازاي فاحنا نفتكر كده اول كلام احنا قلناه في اول محاضرة عن الواد او الويب وقلنا احنا بنشغله في البروكس اي حاجة خاصة بالبروكس انت شغال بقى اي حاجة من اللي بيقوم بالمهم دي وبيشغالها هو اخونا الواد. وبالتالي حضرتك الواد هو اللي بياخد الفيديو كوري عند كلاينت قاعد على الجهاز بتاعه. ابتدأ يفتح البراوزر وعايد يشوف فيديو معين. مين اللي هياخد الفيديو كوري ده? هيستقبله ويبتدي يتعامل مع الواد. تمام? يبتدي الواد ياخد آآ آآ الفيديو اي دي. يبتدي اكستراكت الفيديو اي دي من الكوري نفسه. ويبتدي يتشك بقى ايه الكاتيجوري نفسها في اللوكال كاش. عشان يشوف هل فعلا الكاتيجوري دي مفتوحة ولا مقفولة والكلام ده مرت عليه قبل كده ولا غيره. بتيبتدي الواد يقوم بالمهمة دي. طيب آآ ملاقهاش في اللوكال كاش. هيبتدي يعمل ايه? يعني هو ملاقهاش في اي نوع انواع الماتشن في اللوكال كاش. يبتدي يطلع يروح الفورتي جارد آآ ريتنج سيرفر بتاعنا. يبتدي يروح للفورتي جارد سيرفس نفسها. ويبتدي يشوف بقى مع اخونا الفورتي جارد سيرفس اللي في الفورتي نيت. ويبتدي يعمل تمام? ويشوف هل الفيديو ده طبع انهي فيديو كاتيجوري معين. ويبتدي يشوف هل الفيديو كاتيجوري ده مقفول ولا مفتوح. طيب افرض بقى ان هو ما قدرش يوصل للفورتي جارد سيرفر. يبتدي يعمل ايه? قال لك في هذه الحالة حيبتدي يروح لافف ورايح لليوتيوب جوجل اي بي اي سيرفر. تمام? يبتدي روح للجوجل ويبتقي تشوف بقى الجوجل ويبتدي يشوف هل التشانل اي دي يبتدي يشوف الكاتيجوري. والكلام ده وبناء عليه يبتدي يطبق هذا الكلام. طيب ما عرفش يوصل بقى للجوجل هaza الكلام. هبتدي يروح للسجنيتشير داتا بيز اللي الموجودة عنده. بيبتدي يلف بقى ويرجعلى نفسه تاني. ويبتدي انه ويشوف هل بقى اله في اي معلومة خاصة بهذا الكلام فيه ام من اض Like said, يبتدي يلجأ للاي بي اس انجن يبتدي يعمل للفيديو اي دي اللي معاه ويبتدي يشوفها اي حاج اي معلومة تخص هذا الكلام في خلاص يعني حتة لازم حضرك تبقى عارف هذا الكلام طبعا النوت ده مهم ويمكن انا قلته لحضرتك ان طبعا الجوجل سيربي بيشتغل بكيو اي سي بروتوكول احنا قلنا هذا الكلام على وان هو بايت وفول بيقلاه هذا الكلام طالما هو شغال بآآ وعشان كده ما دم هو بيعمل قلاه ونوت بروك لهذا كلام لازم تخليه يشتغل على التي سي بي بشغله ازاي عن طريق التي سي بي انه بكيو اي سي لازم تخش تعمل بروك في الابليكيشن كنترول والكلام ده قلت لحضرتك عليه طبعا انا آآ لكل كل كلام اللي احنا قلناه ازاي هو والكلام ده واحنا قلنا هذا الكلام مرتين يعني فلا داعي لذكر هذا الكلام مرة اخرى. تمام? تعال نشوف بقى اللاب بتاعنا النهاردة وحنبتدي نعمل ايه في اللاب بتاعنا عشان نشوف الفيديو فلتر بروفايل. طيب الفيديو فلتر بروفايل هنبتدي نعمل اللاب الخاص بيه وحنعمل بلوكينج لكل الفيديو كاتبيروز اكسابت نيوز والاديوكيشن وحنقلقوا آآ اه تشانل مسلا. تمام? طيب. هنبتدي نعمل ايه? اول حاجة لازم يبقى عند حضرتك التشانل اي دي. واحنا عارفنا ازاي نبتدي ناخد التشانل اي دي مفيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. طيب. بعد كده هتبتدي حضرتك بتخش بقى وتعمل ايه? واحنا قلنا ضروري حضرات عشان ان احنا نبتدي ان مسلا يقدر يفهم وياخد الخاصة بالشانل اي دي مسلا او الفيديو بتاعه. فانت بكل بساطة بتخش بتخش في اللينك ده اهو. تمام? ويتبتدي ان ان انت تاخد اللينك ده. خلينا نحاول نفتحه كده مع بعض. تمام? هيقول لك اهو طبعا مش ولا حاجة. انت ممكن ان انت تاخده كده. او ممكن تقول له ايه? ممكن تخش هنا اهو. تقول جوجل كونسول كلاود. تمام? اهو. فتح معك بقى الجوجل كونسول كلاود والكلام ده. طبعا يعني آآ خلينا نشرحه من هنا افضل. طبعا اللي ان هو بحتاج طبعا تحط ويتبتدي بقى بتحط بتاعك ويتبتدي تحط آآ آآ المسلا الادرس والكلام ده كله وتبتدي تعمل وحتبتدي تخش بعد ما بتعمل حتخش على وتقول له وهتقول له اليوتيوب داتا آآ آآ بنفس المنظر ده وبعد كده تخش في وحتقول له وتاخد وتبتدي تحطه في او في زي محضرتك شغال تمام? عشان بس الدنيا تزبط معي. خلاص? طيب. تعال نخش على جهاز بتاعنا كده سريعا. قدي جهاز بتاعنا واحد رات. هنبتدي بقى ايه? نخش في ممتاز. وهنبتدي ان احنا نخش في الفيديو فيلتر. خلينا مسلا ايه? ناخد واحد هو تكوننا عاملينه قبل كده. ماشي. طبعا بتخش بتبتدي وتبتدي هنا في وقلنا حضرت بيبقى او بلوك. هو بيبقى مونيتور. تمام? وخلينا نبص هو. قال لك ايه? خلاص? يعني اما ده يبتدي يبص او ان هو ما حصل لهوش خلاص? تبتدي طبعا يعني ممكن نخليه بلوك. وهتبتدي ان احنا نعمل بلوكينج لكل حاجة على مسلا زي ما احنا شايفين هنا. والنيوز بتخليها او تمام? تمام? وبعد كده بتحط وتقول له اوكي شكرا ما فيش ادنى مشكلة في هذا الكلام. طبعا احنا محتاجين كنترول. احنا عم نعمل نقبل كده. بنفس المنزر ده ونعمل الكلام ده. فيش ادنى مشكلة. طبعا خلاص احنا معنا الايباية وحطناه. عملنا عملنا الفيديو فلتر. هنروح طلعين بقى على البوليسي. ونروح مطبقين هذا الكلام. اهو. ناخد مسلا الاتش او ار ماشي ما فيش مشكلة. خلينا على الاتش او ار بقى. ماشي ده اهو. ودي اه دي ودي كنترول. مش محتاجين بقى قصة الفلتر دلوقتي. نقول له هنا في الفيديو فلتر. ولو سمحت عايزين ده. خلاص هنشتغل بده. مش محتاجين حاجة تاني. كده احنا طبقنا في الفيروول بوليسي. اوكي. وخلاص. تعال نرجع للجهاز بتاعنا. خلاص. اه دي فين جهاز الاتش او ار. تعال نديره سريعا. نخش. طيب هنبتدي اول حاجة بقى ايه? نبتدي تعال نعمل كلير الكاش. سريعا. سيتنج. شكرا. اه افل ده. تعال نجرب تاني. تعال هنفتح اليوتيوب. هيفتح معك اليوتيوب عادي جدا ما فيش ادنى مشكلة. ممتاز. طيب ما يحتاجين ايه? ما يحتاجين مثل احنا فتحين النيوز وما يحتاجين النيوز مسلا. هنقول له تعال كده مسلا ايه? لأي حاجة نيوز. عندنا مسلا ايه? مسلا. خلاص. ممتاز. وتعال برضو نقول له يوتيوب. وهنقول له الاتي. قل له مسلا بي بي سي. حلو كده? تعال ايه نفتح البي بي سي. تمام? طيب. وتعال نقول له مسلا اه اه يعني خلينا نقول مسلا ايه تاني العربية? تمام? يوتيوب. هو بقى يتعامل مع ايه? الغلط ده. تمام? ممتاز? طيب. بصوا يا حضرات. انا عايز اقول لحضراتك حاجة. هنا البي بي سي اهو فتحوه. وهنا في السكاي نيوز قال لك فيديو اكس بلوغد باي فورتي جيتزز بلوغد بكوز فيديو ريكوزز نوت فيديو كاتيجري بلوغد كاتيجري سوسايتي. سوسايتي او مش ده سكاي نيوز ده دي قناة نيوز. طيب بكل بساطة هو اه ليه اه في الهالي. لكن انك بكل بساطة هو هنا في مصنفها طبع السوسايتي. مش مصنفها طبع نيوز. ودي الحتة اللي انا كنت عايز اضع الحديقة عليها. ان في اه اه في بعض الاحيان ما بيبقاش مظبوط. ليه? لانه زي ما احنا شايفين هو ممكن بعض القنوات نفسها تبقى بلوغد النتيجة دي ان القنوات دي مسلا تبقى تبقى حاجة تانية خالص تاني خالص بالرغم ان ده بيبقى مسلا تبقى او غيره. تعالى مسلا نقول الاي بي سي نيوز مسلا. خلين نشوف كده. الاي بي سي. نيوز اهو افين اي بي سي نيوز. اي بي سي نيوز. تمام? ادي الاي بي سي نيوز. تمام? اهو فتحها اهو تمام? ايه تاني? طيب غير الاي بي سي خلينا نغرب كده نقول لجزيرة مسلا الجزيرة. تمام? اهو. هل نقول لجزيرة يوتيوب. تمام? و تعالى ننزل لجزيرة يوتيوب. تمام? فتح قناة الجزيرة. طيب. اه اه الكلام اللي انا عايز اقوله حضرتك بقى زي اللي انا كنت لسه قوله لك ان بعض القنوات هتلاقيها شغالة معك زي الفولة هي. تمام? وفي قنوات تاني هتلاقيها بلوجد. ليه? لان هو مصنفها في تاني. طب الحل قدامك ايه? الحل طبعا عشان انت بتبقى قدامك وبزاهر اهو. هو بيقول لك طبعا اني كاتيجوري. فانت لو عايز تفتح دي بكل بساطة ان انت هتروح رايح فاتح او هتبتدي تعمل زي ما احنا لسه متعلمين وايلين هزا الكلام. هنبتدي نطبقه وعملي دلوقتي على الجهاز. هتبتدي تعمل لهذا الكلام. خلاص? ادي مسلا النيوز طبعا نفس الكلام بالنسبة لأي حاجة ممكن تعطاهن. طيب تعالي نعمل للقناة دي. تمام? هلنمسك سكاينيوز عربية. عايزين نفتحها. خلينا نفتحها من بره طيب. ممتاز. وحنبتدي نقول له مسلا اليوتيوب. وحنقول له سكاي نيوز. عندنا سكاي نيوز عربية. اهو ممتاز. وحنيجي هنا نفس المنظر ده. وحنقول له ونرجع للفورتي جيت وتعالى نخش على الفيديو فلتر بتاعي. تمام? فين الفيديو فلتر سريعا كده. هادي الفيديو فلتر. وحنخش في فيديو فلتر. وبما ان احنا هنا عندنا مشكلة في هذا كلام. حنقول له وحنقول له لو سمحت دي اما او اللاو. حنخليها مسلا اه اللاو. احنا خلينا نشوف طيب. خلينا اللاو طيب. انا هنا عاملين خلاص يبقى نعمل ده اللاو. ونقول له شكرا. تمام? وتعالى بقى ايه? نرجع تاني كده. ونشوف هل هو فيها محامل ولا لأ? تمام? ده عربية. تمام? تعالى كده سريعا. نبتدي نقول له سيتنج. نقول له للكاش. تمام? ونقفل ده. وتعالى نفتحه تاني. وتعالى برضو نتأكد ان احنا في الماي فيديو فلتر هنا اهو. فخلينا نتأكد ان هو في الماي فيديو الفلتر. ممتاز. طيب تعالى نرجع تاني. اليوتيوب يوتيوب يوتيوب. تمام? هنا هنقول له مسلا البي بي سي. تمام? خلاص هنا هنقول له سكاي نيوز. ادي السكاي نيوز هيا. فتحها. ده اني كده تمام. يبقى فتح معك السكاي نيوز. اللي كان قفلها. وادي البي بي سي اللي هو كان فتحها من الاول. هي بس حتة دي اللي حبيت اقول لحضرتك عليها. عشان ان ان انت بس تبقى واخد بالك. الكلام ده هو بيزهر لك وبيقول لك انهي اه اه مسلا كاتيجوري تابعة لو انت عايز ان انت تعرفها وتبتدي ان انت تعمل لها طيب. اه المفروض نهندل الدنيا ازاي? ازاي ان احنا نبتدي اه نزبط الفيديو عماتنا حضرات. طيب بصوا حضرات انت اه يعني ده اه رأيي انا الشخصي تمام? انت تعال في الويف فلتر زي ما قلت لحضرتك وتعال اختار حاجة مسلا من الحاجات اللي احنا كنا لسا عاملينها في البروكسي. مسلا ممكن نقول له بروكسي آآ الفلتر توتل اللي هو اللي كنا مسلا بنتكلم فيه. اللي هو الخاص بان احنا فاتحين آآ آآ قفلين كل حاجة وفاتحين بس بعد الفيديو تشانيل وبعد برضو اليوتيوب تشانيل وموضوع الفيسبوك تمام? يبقى في هذا الكلام هتبتدي ان انت تتعامل به بس خلي بالك من نقطة بص يا سيدي ان احنا هنيجي هنا وهنبتدي بس نخش في وبدل ما احنا فاتحين حاجات معينة لأ احنا هنفتح كل حاجة ازاي? هنبتدي بكل بساطة مسلا ادي اليوتيوب تشانيل اهي مش محتاجينها دي خلاص نعمل لها دليت وايه ادي اليوتيوب فيديو مش محتاجينها دي نعمل لها دليت وهنبتدي بس كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا احنا خلاص بقى احنا هنا مزبطين ايه قفلين كله وفاتحين خلاص يبقى انت كده عايز ايه عايز تفتح وخلاص مفيش قد مشكلة عندك تمام عايز تفتح الفيديو الخاص بالفيديو نفس الكلام الفيسبوك نفس الكلام ده نفس كلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه طيب كل الموضوع بقى ان احنا حاطيني لينكات بتاع فتح اليوتيوب نفتح بقى اليوتيوب كله فحنقول له بكل بساطة نقول له اليوتيوب تمام خلاص ونقول له وتمام شكرا اوكي تمام وتعالى بس ايه نقفل دي كده ونجرب تمام اهو شكرا كده الفارول بورس بتاعتك خلاص تعالى نرجع للجهاز تمام وتعالى سريعا كده نخش تاني اوكي وتعالى بس نعمل للكاش setting privacy clear data clear شكرا يقفل تعالى نفتح تاني امام ادي اليوتيوب وادي اليوتيوب وادي اليوتيوب وتعالى سريعا كده ماشي ادي اليوتيوب مفتوح اهو كله اهو انت كده فتحت اليوتيوب كله فيش ادنى مشكلة في انت كده عملت الويب فلتر تمام سواء باليو ار ايه الفلتر او الويب ريتنج اوفورايد وفاتح كل حاجة مفيش اي حاجة مقفولة تمام خلاص طيب مدام احنا فتحنا في الويب فلتر احنا كله فتحنا ازاي برضو ونركز في الحتة دي تاني تعالي نرجع على الجهاز ادي احنا مطبقين ايه حضرات ادي اتش ار اهو تمام احنا مطبقين ويب فلتر ويب مفيش اكتر من كده الويب فلتر في ايه اهو نرجعه تاني حطينا الفيميو وحطينا الفيسبوك وكل موضوع فين سوري حطينا الفيميو حطينا الفيسبوك حطينا اللينكات اللي كانت بتفتح اليوتيوب بس بدل ما انحط يوتيوب تشانل معين او غيره خلناه قلناه اليوتيوب دوت كوم عشان يفتح كله خلاص يعني مش محتاجين دي كمان اه شكرا تمام كل اللي محتاجينه بس ان احنا نفتح اليوتيوب فين اللي احنا عطناه خلناه كده اعمل سيرش يوتيوب تمام حطينا يوتيوب دوت كوم ده اخر حاجة بس احنا حطناه تمام طيب عاملين ايه هنا اهو تعالى فين اللي هو ده مش محتاجينه نعمل له تمام فيسبوك وزود فيديو ده برضو مش محتاجينه دلوقتي شكرا خلاص محتاجين نعمل ايه بقى هتعمل بس ريستريكت اليوتيوب اكسس مايش ما فيش مشكلة وهتزود يوتيوب دوت كوم وهتيجي فين سيبك من لوك الكاتيجوري وحنيجي فين تاني خلينا نبص اهو مقفول تمام طبعا عشان الفيسبوك احنا قلنا للفيسبوك احنا قفلينه وبنفتح بس اللينك بتاع الفيديو اه سوري بنفتحه اه وبنقفل اللينك بتاع الفيديو فين اهو خلينا نبص عليه كده سوشال نتووركينج فين اهو عاملين سوشال نتووركينج تمام وبكل بساطة احنا قفلين بس الايه الجزء بتاع الفيديوز فين الفيديوز اهي اهي خلينا نشوف برضو اهو كان اسمه اه فيسبوك اعتقد اهو اهدي الفيسبوك سي دي ان سيبك من ده مالوش اي لازمة خلاص تمام يبقى احنا كده اللي هنطبقه هنا في ال اه في البرروكسي فلتر بكل بساطة حنقفل آهو فين الثاني للمرة الاخيرة آهو للمرة الاخيرة خلينا نبص على الثانية آهو عافلين الثانية وفتحنا اللي احنا عايزينه هنا اهو آهو ممتاز اللي هو بكل بساطة الفيديو اللي احنا عايزينه سواء بقى اللينكات الفيميو او بتاع الفيميو او الفيديو اي دي ممتاز وكده برضو عشان ده مقفول فقافل اي حاجة تانية ممتاز وبعد كده حنروح فاتحين كل حاجة وناخد اللينكات اليوتيوب الاتناشة احنا حطناها وبدل ما نحط لينك خاص باليوتيوب وتشانل وانه يوتيوب دوت كوم عشان نفتح كله. فاصبح هو بالنسبة له كده ايه اليوتيوب كله مفتوح. حلوة يا معها مفيش ادنى مشكلة عملت بس هنا وقلت له اوكي وخلاص. خلاصنا من دي. تمام. تعال بقى بقى ان هو فاتح الكل الحاجة الخاصة باليوتيوب تعال هناو عن طريق الفيديو فلتر. وتقول له بقى ايه ماي فيديو فلتر. والموضوع انتهى على كده. خلاص? يقع انت هنا اليوتيوب تحكمت فيه عن طريق الفيديو فلتر. الويب فلتر تحكمت فيه عن طريق اي فيديو كونتين تاني فيميو او غيره. وزبط الدنيا. وطبعا انت مفعل من هنا. والموضوع انت على كده. خلي بالك تاني خلي بالك تاني انت بكل بساطة لو انت هتشغل الويب فلتر من هنا زي الويب فلتر مسلا ده. انت لو هتشغل هتبتدي تعمل للكلام ده. وهتبتدي تعمل القاتي. هتروح برضو في خلينا نبص كده. سكيرت بروفايل. ويب ريتنج وحتبتدي تعمل فين? نفس الكلام هتاخد كل اللي احنا كنا حطينه ده. وهتحطه هنا هو كل مرة واحدة دي حاجة اليوتيوب. وضيف عليها كمان الفيميو. وضيف اه اي حاجة انت شايف انت حاططها هنا. تمام? تروح حاططها هنا هو. ماشي عشان تفتح بقى تفتح الايه? اليوتيوب. تمام? وفي نفس الوقت تفتح. وعايز تحطهم لوحظهم ماشي. انت ممكن تحط ده لوحدة هو. يماشي تحط مسلا اليوتيوب لوحده وتحط الفيميو لوحده زي ما حالك عايز. فهنا هنا هنحن حط اليوتيوب وضيف عليها كمان مسلا الفيميو. خلاص? ممتاز? ممتاز. وهتروح رايح مختارها في الويب فلتر وتعمل لها خلاص? يبقى في هذه الحلقة ايه? عملت اللاو لليوتيوب كله? هتحط طبعا يوتيوب دوتقوم. تمام? وفي نفس الوقت هتعمل اللاو للينكات بتاع الفيميو هاي? فين الفيميو هاي? ضفهم في نفس الايه? في نفس او عايز تسيبها وتعمل دي الوحدة والدي الوحدة زي ما قلت عليك ماشي. بكل بساطة. لكن انا بقول لك ضفهم كلهم في حاجة واحدة. وحتبتدي بقى ايه? تعمل اللاو فيفتح الفيديو ويفتح بتاع الفورتينيت. وفي نفس الوقت فاتح اليوتيوب كله هوت. عشان انت تروح تتحكي فيه من ناحة التانية. خلاص? والموضوع انتهى على كده. خلاص? وتبتدي بقى ايه? تقول ترجع تاني على الويب فلتر. تمام? وتخش بقى فين بتاعنا? اهو. وده الفلتر هتبتدي هنا في تبتدي تختار بقى ايه? اللي انت عايزه? فين هو? وتحمله او خلاص? والموضوع انتهى على كده. طبعا الفيسبوك لازم ان انت تحطه لوحده. تمام? فهتحطه برضو الواحد اعمل له آآ بلوك. تمام? عشان ده هيتعمل له بلوك. خلاص? طيب فيه ايه الفيسبوك وزود فيديو? خلينا نبص برضو. عشان يبقى انا كده ايه? غطيت لك كل حاجة. اهو? حاطت بس ايه? اللينك بتاع الفيديو اللي بتاع الفيديو. وهتروح انت ايه? داخل هنا في الويب فلتر. ويه? ترجع للتوتل. ويتعمل له بلوك زي ما قلت لحضرتك. خلاص? ده لو انت هتشغل بخلاص فين آآ فين الفيسبوك اهو? هتبتدي تقول له بس بلوك. تمام? وفين هنا البريفينت? فين البريفينت اهو? هتبتدي نقول له اللاو. او خلاص الموضوع انت عليك. خلاص? يعني كده يبقى انت ايه? طبقت بالطريقة الصحيحة. وبترجع هنا في في تمام? بترجع في مسلا. وتختار من هنا الفيديو فلتر. يبقى انت هنا الفيديو فلتر زبطت هنا اليوتيوب. هنا زبطت اي حاجة تانية غير اليوتيوب. وعملت اللي حضرك عايز عشان يزبط لك شغلك. هنا دي اوكي والموضوع انتهى هترجع هتلاقي الدنيا مظبوطة ومجرب. فيش قد مشكلة. اتمنى تكون محضرة النهاردة مفيدة لحضراتكم. وفيها معلومات قيمة تستفيدوا بيها في اه شغلكم. شكرا لكم. الى اللقاء في فيديو اخر.